طيب خلاص تمام منتحدك سمينة كده تمام كويس تمام يعني نبدأ على طول على دلوقتي حالا اه تمام فضل طيب تمام اولا بس احب يعني بشكركم كلكم على الحضور طبعا يعني شايف تقريبا القاعد لك تمام فبشكركم كلكم على الحضور احب عرفكم بنفسي انا المهندس سيد ياسين معيد في قسم العمارة جامعة المنصورة متخصص في البيم موصولته ال Dieses D اللي هو البعد الثالث الخاص في الاستدامة seinem والاستدامة التصميم البيضة. اه طبعا في البداية طبعا احيب باشكر بشمندس عمر سليم بشمندس عمر سليم على الدعوة دي وباشكر المعاونة كلها خلفاب البيف عربيا بشمندس اشرف وكل الهايئة المعاونة كله اللي هو يقدر يطلع البيم بيlive جهب بالشكل ده وبالسلوب ده. في يا ربكن تستفادوا يا رب في الاسوباءrelia كده وبتستفادوا في البيم بشكل عام إلى طبعا انا يعني انا النهاردة هتبقى المحاضرة كاملة عن البعد الثالث في البيم تطبيق البعد الثالث بتاع البيم والاستدامة طبعا انا اول معرفة الاستدامة او الانبرومنتال ديزاين عرفتها كانت برنامج تدريبي يعني كان لها الحظ ان انا كن فيه كان اسم اشان صوري تفهم شكف صوت اشان صوري تفهم شكف صوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السياح اشتركوا في القناة و وأح 힘� angekwas wilson chilis مقابل そうですね كان هناك مشكلة في القناة او كان هناك مشكلة كانتست موجياع plz سوي حسنا نعم اناkn parentheses that's how this is ومن هناك تعرفت ايه هو الانفيرومنتال ديزاين وبدأت ان اشتغل عليه وتعلمت ان كان الموضوع معقد بالنسبة لي في الاول بس يعني بالممارسة والتدريب والبحث يعني الموضوع اكتمل والصورة اكتملت وبعد كده يعني كان لها شرف ان انا برضو وانا كنت لسه تقول لك برضو ان اشتغل في شركة فاستراليا انلاين وتعلمت برضو معاها البيم برضو وبدأت ان انا بعدها فترة اتنقلت من شركة فاستراليا راحتي اي سي جيزت نفسها كفول تايم وهناك بدأت اتعلم التكنيكاليتي وانا انا اعزي برضو استفيد من تخصص البيم في التنفيذ والتنفيذ ويعني اخدت يعني الحمد لله خبرة الى حد ما كبيرة يعني في حتة البيم بس برضو لسه بنتعلم ولسه اكيد يعني لسه فيه تطور كبير يحنا مش قادرين نلحقه والفعلا العلمي بتطور كل يوم فالنهاردة ان شاء الله انا احاول لانا يعني حاليا بقيت يعني ماسك شغل يعني اوتسورس مع ناس في السعودية وبدأ بفريق بيم كامل وبنعمل امبلمنتشن للسيكس دي فالنهاردة ان شاء الله هنعرض تجربة يعني كيف نفذنا الى حد ما وصلنا الى 50% من تنفيذ السيكس دي امبلمنتشن في الفيلا دي فهو مشروع ساكني في السعودية فانعرض تجربة هنعرض برضو مشروعين كنا اشتغلنا عليهم قبل كده برضو فان شاء الله تستفيدوا منها فالنهاردة زي ما مكتوب كده قدامكم النهاردة ان هو الكونت بتاعنا هنتكلم عن السيكس دي امبلمنتشن وانه نتكلم عن السيكس دي امبلمنتشن ايه الخطوات ليه الناس بتعمل بيبقى عندها مشكلة كبيرة لما بتيجي تبدأ الدزاين وازي ما بتجي في الاخر ما بتلاقيه ان نفسها انها ما حققتش حاجة في الانبيرومنتال ديزاين او حققت ما حققتش اي اي انيرجي افشنس في الموضوع برضو هنتكلم عن الريبيت ازاي الريبيت اناسيس والبيم كانت بيم سيستم ساعدنا في الموضوع ده جدا وهنتكلم عن الديزاين بيلر ازاي الوقت بقى بيسابورت البيم موديل وهنشرح برضو فيه مسابقة كنا دخلناها في اسمها جي بي ار اس دي ايه جرين بريمت ريتنج سيستم دي كانت الجامعة البريطانية كانت من ضمن كانت تبع الجامعة البريطانية كنا قردين فيها المركز الاول مع تعاون مع مكتب باسمه اي بلاس 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 بستة اكتوبر وكنا اخدنا في المركز الاول البلاتينيوم فبرضو هيبقى فيه تجربة كويسة ان انا هشترح لكم وان انا هنتكلم بيها ولحد عنده اي اس ال في الاخر ممكن هو يعجب فاول حاجة يعني احنا عندنا لحبطة كبيرة جدا ان احنا اي الفارق بين الجريين بيلدنج والسستانيبول بيلدنج يعني كتير من جدا اي حد يشوف اي حاجة يقولك ده جريم بيلدنج او اي مبنى يقولك ده سستانيبول بيلدنج يا ده بدنا يقع اين بالاخر اي OFF élio يقضي reading ومتغطية كل الجوانب البيئية عن الجريمبلد يعني هنا ده مطار في الهند ده ما يسمى بالجريمبلد ده مطار في الهند عشان يحقق الليب ده كان أول ليد سيلبر ومتحقق في الهند كمطار فعشان يحققه وبدأ يحط تكنيب كتير وسيستم كتير عشان يبدأ يعمل بس بدون مرعاة اللي هو يبدأ يقص عليك والكوست تكلفة بتاعة الماتيريال التي تقول لها جابها ازاي ممكن يجيب الماتيريال من بره او مسافة كبيرة فبتاله هو ما استفدش باللوكال ماتيريال بتاعة البلد المنشأ بتاعته في المجابل التاني في مدرسة بسيطة جدا في موزنبيك قدر انه باللوكال ماتيريال كلها انه يحقق الاستدامة ويحقق الانيرجي افشينسي ويحقق كل ما هو مستدام هو انت حضرتك وسمعين دلوقتي او استطدر استطدر فهو في الجانب التاني فهو قدر يحقق اللي هو اللوكال ماتيريال بدأ يستخدم اللوكال ماتيريال بدأ يحافظ على الناس اللي هناك المجتمع فبدأ انه يحقق الاستدامة كاملة فبالتالي هو ده جراف بسيط بيوضح انه هو لو انت اهتميت بالانفيرومنتل والانيرجي او ايا كان كل ما هو يخص الطبق البيئة مع المجتمع فده يسمى لكن ان انت اعملت الاكنومي اشتركوا في القناة 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 يا ريت لو حد عنده حسابين يسرج من حساب فيهم بحيث انه يدر يسرج وانسور يحاول يدخل بس العدد كامل فاريت لو حد دخل بحسابين يخرج او بحاول يسمع من على الفيس بوك ها يدخل رابط فيس بوك وانسور يدخل على الفيس بوك ها يسمع عمس المحاضرة تمام ويكلمني بعد المحاضرة هبعط له الرابط بحس انه يسجل وعند يسجل الى شجرة بتاعته داخله تمام? عشان بس هو اي شخص يتفل او بس هول يدخل اخليه دلوقتي المدينة يشارك معنا ومحدش يخرج تمام او بس هول به ويمجول معنا او بس هوليد او بشانهم صامت او خطر اكمل رضا انا مش عارف انا بالضبط قطعت عندي فين بالضبط ايه شريحة ايوه شريحة دي طيب وانا كنت بتكلم يعني باختصار في الشريحة دي ان جريم بيلدينج هو بحق الانفيرومينت زائد السوسيتي لكن لو جينا نهتم بالاقتصاد والتكلفة فاحنا كده دخلنا في استستينابل لان هو تعريف استينابل ان انت الموارد اللي هي موجودة ما تستنزفهاش عشان فاطر الاجيال السابقة فانت طبعا لو انت ما اهتملش بالتكلفة فانت بتستنزفه في سواء الخامات او الماتيريال او كل ده فانت استنزفه فبالتالي انت مش هتسيب حاجة للاجيال القادم فانت بقوقتي ما حكرت في التكلفة فانت كده بتحقق اهتلك جوانب مع بعض فانت كده المغنى تقدر تقول عليه فهو عشان برضو يعني فيه حاجات كتير ساعات لما بتيجي فيه مباني يتحقق الليد ساعات بتهتم جدا بالجانبين اللي هم او الانفيرمنت زيان اللي هو الانيرجي افشنسي وتوفير الطاقة بس ما بتهتمش بجانب التكلفة خالص يعني ساعات بيبقى حتى الانيشها مكلب جدا 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 وما بيش مراعاة باللايب سيكي القوصة كمان. ده عشان خاطر اللي هو السيستمز اللي بيبدأوا يشتروها اللي هي هاي تكنيك سيستمز بيبدأوا يخطوا تكلفة عالية بالسيستم دي بتتعامل طبعا بطاقة اكتر فده ممكن ان هو ما يكونش موفر وما يكونش ان هو بص على حتة التكلفة بتاعت المبنى. فده برضه هودينا حاجة ثلاثة حاجة ثلاثة نقط لازم نبقى خليين بيننا منهم ان احنا لما بنيجي نتكلم ان احنا نتكلم عن الانيشها القوصة واللايف سيكي القوصة والبيباك طيب. الانيشها القوصة هي التكلفة المبدهية يعني انت ممكن ان انت تشتري حاجة ايه هي اصلا اخدا اللي هي مثلا بتوفر طاقة بس الانيشها القوصة بتاعها عالي شوية في الجداية بس مع الوقت مع الوقت بتوفر معاك بتوفر معاك في الصيانة بتوفر معاك في التشغيل بتقعد نقطة اكتول فما يعني لما نيجي نعمل دراسة كاملة في الحتة الاستسينابليكي دي لازم نراعي برضو الانيشها القوصة حتى لو كان عالي بس نقص لللايف سيكي القوصة هل هو هيديني الكفاءة او هيديني هيوفر لي كل القيمة اللي انا جبتها بي لو هو يوفر يبقى وفعلا يبقى هو دالي لا ما نبدأش بيه ونوفره بالبداية يعني ممكن عشان خاطر ان احنا مثلا لو سيء مسلا ممكن نجيب المتيريال المتيريال دي مثلا ننشأ القوصة بتاعها مثلا اتنين اكس عن اللوكا او المتيريال العادية خالص اتنين اكس المتيريال العادية بس بعد كده بتوفر معنا طاقة وبتقلل الاتقال الحرارة بمقدار كبير جدا فبالتالي يبقى اللي انا وفرته انا وفرته فواتير الكهرباء والتكييف والفواتير التانية وحتى بتاعي الراحة الحرية بتاعتي فده بالتالي يبقى هو ده فعلا حقيقة ان المبنى مستدامة والبيباك تايم ده احنا برضو زي بالزبط احنا بندفع بس اللي احنا دفعناه ده وفرناها قد ايه هنتليه مثلا ممكن نقعد عشر سنين ونتليه ان احنا وفرنا الفلوس اللي احنا دفعناها في باول فبالتالي احنا لازم نفكر في الثلاث ابعاد دول مع بعض عشان نقدر نحايع مبنى واستدام كامل فيارب يكون المعلومة دي برضو واضحة عندكم ان احنا نقدر نميز من اي مبنى green building ومن مبنى sustainable building وده برضو يقولنا ان احنا في مجال ال construction او ليه نهتم بالستستنابل design وال building لان في مجال ال construction هتلاقي ان هو المجال ده بس فقط لوحده بيستهلك من الطاقة خمسة واربعين لخمسين في المية وبيستهلك في المية خمسين في المية وفي المتيريا لستين في المية دي طبع حصائيات قل دي حصائيات قدامنا بتقول ان مجال ال construction لوحده بيستهلك كميات وبيستنزل في موارد موجودة حاليا يعني يعني دون المراعاة لالاجيال القادمة فبالتالي احنا كده احنا لازم نهتم بالاستدامة ونازل نهتم بلدين ولازم نهتم بتا كله عشان نقدر نوفر حاجة للاجيال القادمة. وطبعا غير طبعا ان احنا لما بنيجي نعمل سستانبول تزاين وبنيجي نهتم بالكفاءة المباني بنهتم طبعا بمقدار التلوث بنقلل التلوث البيه. بنقول حتى حتى طريقة لازم بنهتم بيها بالطريقة طريقة هي عاملة ازاي? الحاجات دي كلها لازم بنهتم بيها بالطريقة طريقة هي عاملة ازاي? فيها بربه. فبالتالي احنا المجال ده فعلا لازم نهتم فيه فيما بعد ولازم نهتم بيم دلوقتي وقدام فيما بعد هيتلاقي التأثير بتاعه على البيه. خاصة عن الفترة اللي افنا chemin بها والمخاوف اليه كانت مسألة اللي هو اللي أني هيحصله بالكطبين والني colours الله والكلام ده كله فكان ده كله لازم نهتم بالمجال ده وخصوص ان احنا وفيه مبادرات كبيرة جدا ان هي بدأت اهتم بالمجال دائما. فبالتالي احنا بالمبنى مش معناه ان احنا بنوفر في الطاقة فقط لها احنا بنوفر في المية بنوفر في بنوفر في الماتيريالز بنختار سيستم اكتر بنحتى السايت ذات نفسه بنبقى ندرس اللوكال متيريالز بتاعته بندرس النباتات بتاعته بندرس كل ده عشان نقدر ان احنا بعد كده يبقى اللي احنا استخدمناه ما بيقصرش على الاجالة القادمة وزيد ان هو يعني كل ما هو موجود في البيئة لا يؤثر فيه يعني انت لو جيت حطيت حاجة من بره على البيئة بتاعتك ممكن ما تبقى معكم ممكن ما تبقى افشنسي فليه ما نستخدمش الماتيريالز بتاعتنا لك الماتيريالز بتاعتنا فدي مثلا يعني انا عملت كده برضو احصائية بيتكلم فيها عن الكهرباء واستئلك الكهرباء في الاخر عشر سنين فاتهم احنا بنتكلم من الفين واربعتاشر لالفين وعشرين حتى وقتنا هزا احنا حوالي زدنا تلتمية المية يعني لو فطورة الكهرباء كان الالف كيلو واط بر اور يعني هنا كانت الفاتورة هنا بيقول لك ان الالف كيلو واط هي تكلفتها ربعمية وتمينين جنيه حاليا الالف كيلو واط بتستهلك الف وربعمية وخمسين وبعد زيادة اخيرة ممكن توصل لالف وخمسمية يعني دي اللي هي الفين وتسعتاشر افين وعشرين فممكن توصل لالف وخمسمية فمعناها ان احنا زدنا تلتمية المية بس ده الفواتير الكهرباء طيب برضو نجي نبص للماتيريال نجي نبص للسيستمز للسيستمز جدا نجي نبص للمية حتى تكاليف المية الشرايح بتاعة المية برضو جلد فليما نبدأش ان احنا نهتم بمجال ده ونبدأ ان احنا نهتم بيه بشكل اكبر وفعلا يبقى كل مبنى احنا بنصممه لازم يبقى ده جزء مهم زي ما احنا بنحسب بنحسب بتاع المبنى وبنهتم بطريقة في التشغيل بتاعتي وبنتمب ده كله يبقى ليه ما نتمش ان المبنى يكون سيستمز اكتر ويكون مورف شنس اكتر مع البيض فده بقى الضحي يكدنا ان احنا احنا مش معنى اسيستمز احنا بنتكلم عن الهي المنت بتاعت الاركتوشل احنا بنتكلم على المنت كتير جدا من ضمنها الهوتر من ضمنها الاضح الاختوارات بالتاعترو الهاتشوار التقطع وكلام ده كله فاحنا ده احنا كده محتاجين او طريقة يكون فيها طريقة متكاملة مع بعض نقدر نتعاون مع بعضي كمهندسين ان احنا نحقق في المبنى. طبعا كان زمان التراقل التقليدية ان احنا بنخلص المبنى اربيتكتي ونوديه للاقسام بداية الفاسيليتي شوف. فاحنا مش قادرين نتعاون مع بعض. فده كان بيضايع الوقت وبيضايع وتكليفه اكتر. مفيش تشغيل وزيد ان ما فيش حسابات دقيقة حتى في التكليف في الهيباك سيستم او اي او الطاقة. لكن حاليا احنا دلوقت مع البيم سيستم بدلنا ان احنا خلي كل فريق العمل حتى ذات نفسه بقى معانا يعني بقى معانا في التصميم بقى معانا في المبنى بيشايف المبنى من دي وان شايف هو المبنى بيتحسب ازاي بتاعته وزيد ان بقى في حاجة اسمها بقى انا بنشتغل بها فده كله طبعا خلينا ان احنا نقدر ان احنا نتواصل مع كل فريق العمل ونبدأ نطلع منتج اكثر كفاءة. فالبيم اصلا بيساعدنا في كده. فعشان كده بدأنا البم بدأ يضيف دي اللي هو بتاعه وبدأ يكون كفاءة اكتر في الاستخدام. وكل مرة بيزود تولز وادوات كتيرة بتساعدنا ان احنا نتحق فيه. يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن فريق العمل فاحنا بنتكلم ممكن نتكلم ان احنا معانا ومعانا الانيرجي كونسلتنت ومعانا الارتوتيك فكله ده بيتعاون مع بعضه بحيث ان هو تلع علينا منتج كامل ومتكامل من حيث الانيرجي كامل ومن حيث بتاعته. فالبيم ساعدنا في كده كتير جدا وبدأ ان هو يربط لنا كل مع بعض وحتى بيربط لنا وبيربط لنا مع وبيعملنا كل حاجة من اول يوم في المشروع لحد ممكن ان هو اكيد بيربط لنا في الصيانة والتشغيل. فبعنا بنعرف المبنى زي ما يكون بقى فيه كنترول عليه كبير جدا. فاحنا برضو ليه ما نستخدمش يعني ليه بقى يبقى احنا لازم نبدأ ان احنا نبدأ ان احنا نشتغل باستثنابل ديزائن في المباني ونبدأ ان نشتغل بها كويس جدا. طبعا احنا بنتكلم على البيم ديمينشن هو فيه 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. طبعا يعني كان في احد يقول نرجع على الابعاد دي فال 4D طبعا بيهتم طبعا بالتايم لاين بيهتم بالتايم لاين بيهتم بالتلانيج والمدة الزمنية بتاعته. ال5D بيهتم بالكوست بالتكلفة. ال6D بيهتم بالاستثنابلية زي ما بتكلم. ال7D هو المنتين والاستثنابلية اللي هو ال7D هو مش معنى ان هو بعد الثالث ان احنا نبدأ فيه من المرحلة الاخيرة او بعد ومن خلص 3D وال4D والكلام ده مش معنى ان هو بعد الثالث ان احنا نبدأ فيه مداخرا لا بالعكس احنا 6D لازم يبدأ معنا من دي وانه من اول يوم في المشروع لازم ان يكون احنا معنا حد فاهم ازاي عمدنا لانه يفيدنا قدام. وما ينفعش ان احنا بعد ما نخلص ال3D او نخلص الدزاين ونخلص كل حاجة نرجع نتكلم نقول احنا هو احنا عايزين نحاء بقى استثنابلية. عايزين نحاء الاستدامة اكيد طبعا مش هنقدر نحاء او لو حققناها مش هنحققها بكفاء عليه. هنحقق اللي نقدر عليه. نختار متيريال كويسة لكن فين دزاين. فين الانبرونتال دزاين اللي احنا بدأنا من الاول. فده طبعا يعني انا لازم بتكلم. ال6D لازم نتداه من D1. في المشروع عشان نقدر نحققه بطريقة متكابلة مع بعض. طبعا فيه فرق كبير ما بين البيم المنتيشن وبين الانفيرومنتال دزاين. يعني ان انت تكون دزاين او دزاينر في التصمير البيئي ان انت بتهتمي بعمل كثيرة جدا في البيئة. فانا بتكلم النهاردة عن كيف ننفزه. بس يعني كيف ننفز الانفيرومنتال في البيم. لكن عشان برضو تبقى تحقق الخطوات دي وتحقق الانفيرومنتيشن ده بطريقة كاملة. وجايدة. لازم تعرف دزاين كواس جدا. لازم تكون عارف ايه هي الفاكتورز اللي بنشتغر عليها في الدزاين. ايه هو الباسف تكنيك. ايه هو الابتب تكنيك. ايه هي الفاكتورز اللي موجودة في الموقع. ايه هو اتجاهات الشمس الصند. الاتجاهات اللي احنا عايزين نشتغل عليها. اتجاهات الرياح والالو ديناميك بتاعة الرياح الهوى. بنشتغل عليها ازاي. بنتكلم عن حركة الرياح وبنتكلم عصر الديشن والشيدينج والبيو انالسيز. توجيه المبنى البيو بتاعه المناسب. الاكوستيك. الدي لايتنج. طبعا الاداقة الطبيعية بنهتم بها جدا. والسيرمال الراحة الحرارية بنهتم بالكونستراكشن بنهتم بالسيستمز بالاتشيباج حتى لنختار الاتشيباج المناسب اللي بيوفر طاقة للمبنى. فلازم كل حاجة بنهتم بها حتى بندرس الموقع والنباتات بتاعة الموقع والفاكتورز اللي محيطة بالموقع كلها حتى لو في دوضاء في الموقع فده اللي تتعالج الدوضاء اصلاً اللي ناتج من الشارع ده يعتبر استدامة. مش هقعد في بيت. انا في الاخر قاعد سمع اصوات بره فده لا حق الاستدامة اكيد. في الاخر انا هنزعج. في الاخر هغير من الدزاين بتاعك. فان انا ادرس الموقع كويس جداً. وادرس العوامل المناخية والعوامل البيئية وعوامل الموقع كويس عشان ابدع بها الدزاين. ده شيء مناسب. وصدى برضه ان انا اهتم برضه برأي العميل. تكلفة العميل. الاسلوب بتاع العميل اللي هو عايز يبني به. الطريقة بتاعته يعني في المشروع اللي ان شاء الله نحن نتكلم فيه كان فيه مهم جداً ان احنا نبص لها من الاول عشان خاطر ان هي اثرت معنا في التصميم بعد كده. فهلاش رح ده كله بوله. فانا بتكلم ان انت لازم تكون برضه مفاهم لازم تبقى فاهم التصميم بيئي كويس عشان تقدر تحقق وتحقق كله مع بعض. فاول حاجة انا واتكلمت فيها برضه ان انا مش عايز ان انا نبدأ او نبدأ ان احنا هنبدأها من الاخر. اللي هو بعد ما خلصنا المبنى بعد ما خلصنا او بعد ما خلصنا الحتة نبدأ بقى نبدأ نشوف بقى احنا ممكن نحقق الاستدامة ازاي? لا انا انا اول انا ببدأ اخش معهم في التيم. لو انا لو انا مفاهم كويس ومفاهم البيم ببدأ ادخل معهم في التيم ابدأ ان انا اشتغل على المبنى كاستدامة. طب انا لو انا لا انا مش مهتم بالاستدامة ومش عارف طرق التوفير وطرق الاستراتيجيز بتاعة الباسف تكنيك والاكتب تكنيك والكلام ده كله. خلص شوف معين ليه في المجال ده ويبدأ ان هو انجور دي معيك وتبدأ تشتغله كي من اول دي ومسلا الديزاين طبعا كل مرحلة احنا هنمر في المشروع هنبدأ ان هنبدأ ان اعلى زي ما بالزبط في البيم موديل بنعلي في كل مرحلة احنا برضو في المنتشن هنعلي يعني في الديزاين هنتلاقينا مثلا من اول يوم بنبدأ نتكلم في التوجيه نتكلم في المبنى يعني هل هو هنشتغل على مستطيل مربع طبعا طبعا لمحددات الموقع اللي احنا درسناها في الاول هنشتغل على مستطيل او مربع هنشتغل على اتريا ما يبقى في اتريا مثل النص هنعمل تشكيل في الوجه هنعمل تشكيل في القدلة فده طبعا لازم من الاول يوم بنبدأ نفكر فيه نبدأ نتكلم في اللي هو نسب الفتحات بتاعت المبنى ما هو دي فيها اكواد وفيها سواء كود اشري او كود اللي هو كود المصري الوقت يبقى فيه كود اللي هو كفاءة المباني كفاءة الطاقة للمباني فيه المباني السكنية بيتكلم عن النسب الفتحات وبيتكلم معك بيديك كمان مقترحات انت تغفر الطاقة سواء للمباني المكيفة او المباني غير مكيفة بنبدأ نختار الماتيريا بنبدأ ندرس نشوق هي موجودة متاحة ايه الماتيريا المتاحة ايه اللي نقدر نشتغل بيها زي ما بالزبط في اسوان المباني هناك نكحة حد الوقت ونتدخل المباني القادمة هناك هتلاقي ان هي فعلا بتحس بالراحة الحريقة جوه لانه هو بدأ يشتغل يشتغل بتاعته ما راحش استحدث متيريا الجديدة من بره وبدأ انه يشتغل بها في اسواء مثلا في التوجيه بتاع الورينتيشن اللي احنا ممكن نتكلم عليه مبدئيا كل ده بنبدأ نفكر فيه في المبدئين بعد كده تاني مرحلة بنبدأ نشتغل ايه اللي هي سكماتيك ديزاين احنا بنمشي مع خطوات المشروع سكماتيك ديزاين بقى نبدأ نحدد الاكس واي والزد بتاعها ذات نفسه بقى بنبدأ نحدده طبقا للاكواد والاكواد بتاع البلانات طبعا لازم نحقق ولازم نحقق المسارات الحركة كويس جدا ولازم نحقق الوظيفة بتاعت المبنى ما ينفعش معظم الناس اللي بتنزل يعني شغل الانبيرومنتل الثان هو اهمل الوظيفة مش معقولة تهم الوظيفة مقابل انت تتحقق الانبيرومنتل الثاني لازم الاتنين مع بعض الانبيرومنتل مع بعض لازم تتحقق الاتنين بقى ندق نختار بقى الويندو ماتيريالز بتاعتنا بنبدأ نختار الباسف تكنيكي اللي هنشتغل بيها بعد ما عملنا الدراسة المبدئية في ال بنختار السيستمز بتاعتنا بنبدأ نستقر عليها والله احنا هنشتغل بي 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 سيلز مثلا هنحط مثلا السولار هيتنج بسخنات الشمسية هنحط والله هنحط مثلا سيستم زكي اللي هو بيحرك فيه مثلا زي ابراج البحر في دبي هنبدأ نحط ايه برضو الروف مثلا الروف دي هنشتغل جريب روف ولا هنشتغل بي بي سيلز معنا ولا ايه برضو هنشتغلها ازاي فنبدأ برضو في المحل ايه بنبدأ نزود تفاصيل اكتر في تفاصيل اكتر من كده ممكن نشتغل عليها برضو زي الانتيريو زي النوع الماتيريال اللايت الكلار بتاعه كلام ده بيأثر معا بعد كده في المرحلة اللي بعدها نبدأ بقى ندخل في حتة نبدأ بقى فعلا بنبدأ نختار بقى بتاعتنا الخصائص نبدأ نجيب بتاعتها ونبدأ ندرسها كويس ونعرف احنا فعلا هي فعلا كبيرا هي تقدر ارتقام انتقال الحرارة بنبدأ نحسب حمل التكيفات بنبدأ نختار ايه نوع نوع اللي احنا نستخدمها في المبنى بحيث مثلا لو هنستخدم طب اللي دي كزا نوع هنستخدم اي نوع من الليد واي شركة فنبدأ ندخل بقى في حتة ان احنا فعلا بقى بنبدأ نعمل التقارير اللي هي توسك او كل الحاجة اللي احنا اختارناها من الاول يعني ما ينفعش في المرحلة دي ايجا اقول انا انا هسيب كل التلات مراحل اللي فاتوا والمراحل التاني اللي فاتوا وهبدأ من اول المرحلة دي ان انا خلاص بقى انا اتعالي ابدأ من هندي طب انت في حاجات كتير انت ممكن ما تكونش اشتغلت عليها من الاول زي مثلا الماس الماس ريشو بتاعتنا وبرضو دي كانت حصلتنا مشكلة ايام المسابقة بتاعت المسجد اللي هي ال جي بي ار اس دي دي كن حصل مشكلة ان احنا لما جينا بدأنا يعني هاشرح لكم برضو بالتفصيل قدام وحنا بنشرح لالاجامبل لما جينا نشتغل في المشروع انا كنت متأخر ان انا هدخل معاهم في التيم فهم بدأوا قابل فلما جيت ادخل معاهم في التيم اتشفت ان هم عملوا ماس صعب جدا ان انا هقافل وده هنتكلم برضو فيه التفصيل هو ايه الديزاين بلدر بيشتغل بنظام ايه وليه صعب ان احنا في حاجات ندر ان نحققها فطبعا كان بالنسبة لنا ان احنا لغينة تصميم ده وبدأنا تصميم من اول وقت خالص فده يبقى في مراحل احنا بنبدأ من دي وان معاه في المشروع ولازم نبدأ واحنا شغالين بنعمل ما بين وما بين الماتيريال وبين الديزاين ذات نفسه وبين الاكوات بنبدأ نشتغل معاهم من الاول خالص لحد ما اوصل للفاينال اللي هو بداعتنا البداعاتنا البداعاتنا التندر وبنقدم المشروع وبرده هتلقي ان البم يعني نبدأ بقى ننفس ده في البم يعني انا شرحته بشكل نظري نبدأ ننفذه في البم هتلقي ان البم بساورت ده بقوة جدا ان هو حتى في الانيرجي سيتنج يبقى يبدأ يقولك ان ممكن فيه وفيه سكماتيك وفيه دي تيل الانيمنت يعني انت لو عايز تعمل حاجة بس تعرف انت لو اخترت مثلا زي ممكن يتدخل حرائط ايه او الانيرجي بتاعتها تبقى استيلاكات ايه وبرده لو انت عملت سكماتيك هو حضراتكم سمعيني طيب? باش ما انتصعم اريد. ايو ايو انا سمعت تمام. تمام يعني طب اصلا انا ببت ان انا اكون اه. لا لا ستم. تمام. طيب انا ايس. فبرده او بيبدأ يصبرت في الحتة دي ان هو بيبدأ ان هو يقول لي والله في الماتيريال حتى فيه 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 وبرده في المود اللي احنا هنعمل عليه ديزاين يعني انا بدأت ديزاين من الاول مش هينفع ان انا عمل المبنى فل دي تيل. طبعا استحالة طبعا ده مجهود كبير جدا. فبدأ يصبرت في الحاية دي وقول لك ولا انت ممكن تشتغل بالكونسيبشال ماس. اه طيب بس المبنى تعمل مقارنات ما بين الماس دي والماس اللي انت الفرست كيس والفاينال كيس بتاعتك. او طريقة التسيم. لان انت لما بتيجي تصمم في الاول ما فيش معماري ما بيبدأش بسكيتش. ما فيش معماري في الانبيانيال ميتزاين ما بيبدأش بسكشن. يبدأ يحط فيه البس بيبدأ يقول لك طب استخدم ده في الاول كده حطه بسهولة وابدأ نعمل لك دراسة نعمل لك انالسيز نعمل لك مقارنات ما بين الكتل نعرف ان انت اي كتلة هتوفر معك حتى لو الدراسات مش قريمة مش دقيقة بس هي هتعرف منها انت ماشي صح ولا غلط. وطبعا مع الممارسة ومع كتر التصميم انت لوحدك بتبقى عارف. انا ماشي كده صح ولا ماشي غلط. انت كدزاين. فهتلاقي ان هنا برضو صبرت في يعني مثلا هنا مثلا ده مبنى. ده شكل مبنى انا بدأت في ديزاين. انا الشكل ده اعملت الروف دي بالسلوب ده. وعايز اشوف انا كده فعلا مش صح ولا غلط. فتلاقي ان هنا في مثلا في الانيرجي سيتنج. في حكا اسمها الانيرجي سيتنج. فانا قلت له انا عايزها فتلاقيته مرحلة تانية بيقول لي طيب لما نيجي نعمل اوكي انا تلاقي بيقول لي انت هتارجت هتارجت هتعمل ولا مش هتعمل هتعمل ولا لأ فبدأت اقول له والله اعمل لي درجة عشرين اعمل لي ثلاثة وطلع لي الشكل التاني اللي انا شفت بعد ما عملت له كده عملت له اوك ثلاثة وخلاص بدأ ان هو يحط لي وبدأ ان هو يغيل فيه في الشكل ده لسه انا ما عملتش اي حاجة ده لسه مبدأة بقول والله ان لو عملت الروف كده وبدأت ان انا اشتغلت المبنى شكل كده ايه اللي ممكن يطلع لي فيه ايه هل يعني هل توجيه المبنى كده احسن ولا انا نقلقه الناحية التانية فبدأ ان ده اسم لسه بافكر مع وانا برضو كمعماري لازم اكون فاهم الكلام يعني المعماري الشاطر ان يكون فاهم كويس فاهم بتاع فاهم ازاي اعمل حرك في الهو عصان حرك كل حاجة وفيه ناس معمارية ما تبقاش مهتمة بالمجال ده اوي ففيه ناس بقى بتبدأ ان هي تعمل ده اي حد تبدأ ان هي جيب حد معاها في التيم لان هو يهتمل الكلام ده فبدأ ان انا هحط له الكلام ده بدأت ان افكر تفكير تاني طب ديه ما هم اعملش شكايل confirmed ان اقول له والله يعني انحطني الاسم immun افرد عايز على الوجهة الشمالية تلاتين في المية وعايز على الوجهة الشرقية عشرة في المية فده طبعا كل مرة ties ready Uni 17 مختلف ودلوقتي حالياً بيطور في نفسه. كل الفترة كل يبدأ يطور في نفسه. فده جاهز ان فيما بعد يبدأ ان يقول لك لا حطي لي وجهاتك. قطي لي كل وجهة انت عايز فيها نسب قد ايه. عشان اطلع لك الدراسات دقيبة. فاحنا بنتكلم يبدأ يطور من حاجات دي ويبدأ يهتم بيها. يعني كان في الفين وسبعتاش انا فاكر ان ما كانش بيتطلع اللي هو اللي هو نسبة تغيير الهواء في الفراغ. ما كانش بيتطلع ما كانش بيديني انتبوت ان انا ادخلها. حالياً في الفين وتسعتاشر بدأ ان يدخلها انتبوت. فبتوع او هيتلاهم عارفيني الكلام ده فعلاً. بدأ كل شواء بيتطور. فهو جايز ان هو فيما بعد يبدأ ان هو يقول لي في ده يبدأ يزود لي تفاصيل اكتر. حيث ان انا لما ابدأ ان انا ادخله الدياتة. وابدأ ان انا عامل الدياتة الى حد مدى فيه. حتى هو هنا بيبدأ ان هو يقول لي نوع المبنى. النوع المبنى نوع انت عايز تدخله ايه? وحتى كل ده هنتكلم عنه بيبدأ يدخل هالي. ويبدأ يدخل هالي. اللي هو مسلا والكلام ده كله بيبدأ كل ده يدخله. لحتى انت هتشتغل بشكل تعمل ويديك شوية متجل تبدأ تختار منهم كشكل يعني مسلا او يعني حاجة معينة فيما بعد انت لسه لسه هتدخل فيها لسه هتحط لسه هتحط لسه هتحط سواء ان انت هتحط لسه او اي حاجة. فلسه فيه فهو بعد كده في مرحلة اللي انت بقى عملته في الريبت بتعمل تشكي على دي فالصح دي فبتبدأ ان هو يقرأ اللي انت عملته في الريبت كوردي مسلا. بس احنا لسه في المرحلة اولية لسه بنعمل كده احنا ماشيين في التجاهة الصح والله غلق. فبعد كده بدأت ان انا ارفع كلام ده على الانالسيس بدأ ان انا بكارن بين الكوتل والله هنا يعني في دي كان اربع كوتل كنت عامل عليه في دراسة فكان بتاعتهم تلتمية واحدة شون تلتمية وعشر وماتين تسعة وستين وتلتمية وعلى طب هو ايه الاحسن يبقى هو ده ده الاحسن يعني ده كدزاين هو فعلا هو الاختر واحد فبعد ان انا بكارن بينه يعني مسلا في الكوتلة اللي انا كنت بتكلم عليها دي اللي هي الكوتلة اللي انا بدأت اغير فيها اتلاقيت ان انا اقللت نسبة بس هيوفر معايا في في نسبة تهليفة في سهلاك الطاقة للمتر المربع في المبنى شوف بقى المبنى ده كان متر مربع هيوفر معايا تمانية تمانية واحدة فمن مية تسعة واربعين لمية واحد واربعين يبقى فعلا ان محتاج ان انا اقللها شوية عشان ما دخلش شعب الشمس وسوعة دي اشار ممكن ان انا قلت لو كنت اعملت اكتر بدأت اغير في التوجيه كان ممكن يغير معايا اكتر في في فبدا ان انا اعرف ان اماشي صحة او له له فهي كده معنى الكلام ان فعلا حتى هنا الماتيرز اللي انا اخترتها هنا الكلام المبدئية فمعنى الكلام ان انا فعلا البيم بيسابورت الحتة دي بيسابورت من اول دي وان. دي عايز تعمل ابدأه من اول. بعد كده بقى نتكلم يعني يا رب بكون الحتة اللي فاتت دي واضحة شوية. اه اللي هي حتة اللي احنا اللي انا اللي انا عليه مئة مرة برضو اللي هي حتة ان انا مش معنى ان انا عايزة فقل او ان ابدأه في الاخر. انا لازم ابدأ من اول يوم في الدزاين من اول يوم في المعنى. ده بقى اللي هو الكيسات اللي انا هتكلم عليها ده مشروع انا بنشتغل فيه حاليا مع التيم اللي انا شغال معاه في السعودية فالمشروع ده كان ليه شوية تحديات كده برضو ان المشروع ده بتاع حاجة اسمها الحملة. فمعنى كده ان كل المباني فوق بعضها ما تنفعش تتغير. ما ينفعش ان انا اعمل بروز وفروب للكتل وغير في تشكيل الكتل فكان حاكمني شوية دزاين. يعني ما ما ينفعش ان انا امجي وانا باشتغل دزاين في ده او ما مخرج كتلة ومدخل كتلة فده اكيد غلط لان انا انا هو اصلا مع تلاينت من الاول من التفاقيت ان احنا اشتغل بريمي سيستم اللي هو 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 بيجي بريكاست كده بيتركب في الموقع. فخلاص احنا اتفقنا على كده فلازم التزام بتاعي عبداء او بالطريقة دي. فانا كان انا كان تشكيل الكتل وانا اهتمت بالتوجيه طبعا وبدأت التوجيه بس كان تشكيل الكتل والوظائف اللي موجودة كانت صعبة ان انا اغير فيها من الاول. يعني بدأت ان انا اشتغل بدأت ان انا اتكلم في حاجات بسيطة جدا. مش قادر ان انا اتحكم بلاتة مش قادر ان انا اتحكم في توجيه مش قادر اتحكم في النسبة الكتلة مش قادر ان انا اتحكم في تشكيل الكتلة فمش كل ده من حكمني طبعا طلبات والاكواد والوظائف وكل حاجة لان يبقى من الساكني وكل صغير. فبدا ان انا بقى نبدأ ان احنا نشتغل في حاجة اللي هو المرحات التانية ان احنا بقى نفكر في نسب الفتاحات. اه تصميم الوجهة كماتيريا الخامات اللي احنا نستخدمها. اه كل ده الكلام ده كل. بدأنا اول حاجة يعني ده برضو دراسة برضو ده طبعا كله احنا شغليه وبمساعدة كتيره على الانسايت او الانسايت او الانسايت وندخل عليه في الوقتي. فده طبعا يعني حاجة بسا احنا كنا بدأنا بالكتلة دي كانت نسبة الفتاحات في الجنوب كبيرة شوية كانت بدأنا ان احنا عايزين نفكر في الفتاحات بدأنا نقللها بدأنا نزود النغطس شوية الفتحة الجوة بدأنا نشتغل على الفتاحات نشتغل على الماتيريال بدأنا ان احنا نعمل في الوجهة بدأنا نعمل برضو في السقف عشان نستخدمه اه بقنا كل لفتحة ازاز نبدأ ان احنا ندخلها الجوة عشان يبدأ فيه يعني ليها اه من الكتل من التشكيل ذات نفسه اه بدأنا نشتغل عليه فكان دي نسبة توزيع اصلا بعد ما كانت عامل لفتاحات الكنوبية كانت بالمنظر ده ونسبة الشعاعي الشمسي على الوجهات كانت بالمنظر ده بعيدة انها تقل بالسبب ان احنا بدأنا نزود سمك التشطيبات بدأنا نشتغل التشطيب بسمك على ونبدأ ندخل الفتحات الجلازينج الجوة يقللنا شوية مأسات الفتحات والكلام ده كله فبدأنا نشتغل على الطريقة جيدة. حتى كان فيه مشكلة هنا ان هو كان فيه قوضة هنا برضو كانت الفتحة بتاعتنا من ناحية هو ده ناحية الجنوب. ده للتجاه الجنوب وده التجاه الشمالي وده التجاه الشرق فكانت الفتح هنا كانت نشتغل الفتح هنا بدأنا نوجهها على ناحية الشرق وناحية الشمال الناحية التانية عشان نبدأ ان الواجهة دي تبدأ ان احنا نقلل فيها اسمه الفتحات. آآ وبرضه ان اشتغلنا على ان احنا عايزين عشان الاضاءة لاني بسبب الصور فالاضاءة مش وصلة للدور الارض كويس فبدأنا نشتغل عليه فبدأنا نعمل دراسة ده دراسة اضاءة وده دراسة او اه بدأنا ان احنا لما نعمل انا بنعرف نقدر نوزع الحاجات اللي احنا اللاند سكيب بتاعنا اللي هو الكراسي او اللي احنا هنقض فيها المجالس اللي بره نبدأ نوزعها خير فكان طبعا اللوجيك بيقول ان هو التجاه الشمالي طبعا المدخل بقى فيه نسبة كبيرة جدا فبالتالي برضو ان ان انت لو هو بره حر جدا وانت داخل على مكان مكيف ما ينفعش ان انت من تخرج تخرج تدخل من الحر على البرد على طول يعني فيه في حاجات كده يعني كان دي مشكلة طبعا في بورك في الفندق اللي هو موجود في دبي وعالجو بالربولد الدور فده برضو ان احنا برضو يعني بدأنا بالتزام برضو ان احنا الكتلة ذات نفسها عاملة على المدخل بتاع المبنى بالتالي هو يعني احسن بكتير ان هو يكون المدخل يبدأ ان فيه بقى نسبة فيه هوى طبعا لان لما يكون في ضل يبقى درجة الحرارة اقل لان الهواء الساخن يرتفع الاعلى ويحل محلو الهواء البارك فهيحصل ان هنا التهوازة ما يكون بتمشي في شارع مشجر وبدأنا من اتلاقينا المكان ده اللي هو بره هنا اتلاقينا ان هو فيه نسبة اشعاع كبير بدأنا نحط اللاند سكيب بتاعنا بدأنا نحط الشجر بدأنا نحط الوتر بتاعتنا كشلال هنا عشان يبدأ يرتب الهواء اللي داخل حتى فبدأنا نشتغل على الكلام ده كله بالنسبة حتى كده دراسات احنا كل ده لسه بنشتغل في المبداي نشتغل عليه فبدأنا برضو ندرس الاضاءة كان نبدأ لشكل مبداي للاضاءة لو شايفينا اتلاقي الاضاءة في اتريام او في المكان الداخلي الاول يكاد تكون مش موجودة اصلا فبدأنا خلاص طب ليه ما نبدأش نعمل اتريام من فوق نبدأ نعمل سكايلايت وبدأنا ان احنا نشوف لانا فعلا توزيع الاضاءة بقى كواس جدا الشبابيك طبعا الهيل بتاعها عشان الصور كان عالي اه كان مضطي على الشباك اللي هو بتاع الدور الارض اللي هو كان في الطاينينج طب ليه ما نزودش السل بتاعته ليه ما نزودهش نزود ارتفاعه فزودنا ارتفاعه بدأ ان يدخل اضاءة اكتر اه برضو اللي احنا عملنا في المدخل بدأ ينور المكان فحتى لو كان ان ان حتى ما دخلش اضاءة طبيعية فالنسكوالايت بدأ يدخل اضاءة طبيعية فده طبعا في البرامج الباب بدأ ان يزعيلني فعلا انا مش صح التصميم بدأ يمسل في الديار الصح ان انا بوفر بعمل مبناء ما بيعتمدش على الارتيفشل لايت انا مميبعش ان انا يبقى عالي اي فاكتورز اقدر اشتغل عليه وبالاخر اجا يعني الصبح في بعض النهار اشتغل بالاضاءة الاضاءة الصناعية اشغل طبعا ده غلط لأ طب طالما فيه دي لايتينج لأ ما اشتغل ما عملش التزاين بتاع ما ابن عليه فده طبعا وفر معانا كتير برضو كسيستن اضاءة بعد كده. طيب ده بالنسبة لن احنا لسه كنا في اول مرحلة بندرس فيها السورة والدي لايتينج ولسته طبعا في مراحب كتير بس احنا لسه للاسه ما كاملناش بقية الشغل بس انا حبيت ان انا ربكم برضو المسال ده ده بقى فيه طريقتين انا كده خلصت الديزاين انا برضو عايز ان انا ادرس اشوف استهلاك الطاقة ففيه طريقتين بنشتغل بهم لانما بنشتغل على لو هنشتغل على الورك في الو بتاع البيمو ومعانا باعت التيمز كلها والتيمز كلها فهمة التطبيق دي فلا هيسهل عليك كتير لانك انا كمعماري انا محتاجي ان انا اقول له ده روم مثلا ده رومز دي دي وفيه وفيه داين وفيه حاجات كتير كل اسمه فراغ بحدده وهو بناءا بعد كده بيبدأ ان هو يعمل لها بتاعاتها ويبدأ يحط المعلومات بتاعات كل فراغ لان انت لما تيجي تحسب استهلاك الطاقة او استهلاك الكهرباء للتكييفات والاوضاء او الكلام ده انت بتحط كمية ده تكبيرة جدا بتوع او بتوع امي اي بي هم اكتر الناس يتبقى عارفة الكلام ده برضو بس لازم او مراجل مهتم بالاستدامة ومهتم بالتخصص ده لازم تكون قريب كتير جدا في وانواع وطريقة تفكيرهم وطريقة بتاعتهم والكلام ده كل. فبيبدأ هو ياخد منك ويبدأ ان هو يعمل لها يحط له الديهتة بيبدأ يحط كل فراغ ولا انا في فراغ ده جيم ولا 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 ايه فراغ ده بالضبط لان طبعا لو جيم طبعا اللي فيها تبقى مختلفة في رياضة في حاجات فطبعا فيه يطلع من جسم الانسان كتير وطبعا لازم مقايفات اكتر غير لما يكون مسلا بيت روم قضية نوم حتى بتاعه مواعد العمل بتاعه كل واحد مختلف فده انا هقدر اكيفه مسلا الجيمة كيفه دول يوم او فيه على حسب مواعد العمل لكن الليلي اللي هو لا انا هكيفه ليه يبقى الاستهلاك بتاعي التكييف بتاعه يشتغل في الفترة الايه كونستراكشون بتاعي بالماتيريال بتاعتها بيبدأ بردو مدخل انا بردو بيديله الفترة بتاعي انا مشتغل بالماتيريال النوحة ايه يعني هنا قولنا ان احنا اشترلنا بالاي ايه ايه اي سي او اللي هو الخلوي البلوكات الخلوية فبرضو بيبدأ ان انا هيأديه الفترة تاعياتها الخصائص بتاعيه هي الاسكادول بقول له والله هو بيبقى عارك الاسكادول بتاع كل حاجة بناء له على كود مثل كود اشري او مواقود masri بيبقى عارك الاسكادول نشتغل بتاعتنا التوزيع اللايتنج يبدأ يخش معنا الطاقة كهرباء والله بياخد الفراغ مننا. انا عملت دي بدأ ان هو ياخد عهر في الوقت دي. بدأ ان عارف نسبة بتاعتها دي. طب ايه الضمط اللي هكاف في المكان ده? فبدأ يعمل له يعرف اقل نوع لهم اقل. عدد ضمط ممكن نستخدمها في الفراغ ده. وبالتالي فهو هيعرف تكلفة الطاقة بتاعتها ده ويختار نوع اه موفر للطاقة. بدأنا نحط الاتش باك اه ست بوينت بنحط اللي هو المية السخنة. هل ده مسلا ده اه مسلا لو حمام هل هيستخدم سخنات ده والسخنات دي هنعملها سخنات شمسية ولا سخنات بالكهرباء ولا سخنات بالغاز. بنبدأ. فكل ده بقى خلاص الداتة بقت موجودة انا قلت بالفراغ ده كزا وبدأ بتاع الامي بي حط الداتة بتاعته بدأ يحط بتاعته. بتاع الاتش باك او بتاع اللي بيحسب الحسابات الانيرجي بدأ ان هو يعرف هو الله السخن ده نوع ايه. والمواصفات بتاعته الاسميكس بتاعته فبدأ ده ان انا نحطها في الحزبان المواصفات بتاعت دي جواب دي بالنسبة تسريب الهواء الده. فكل ده بدأ ان احنا انا البم سعيدني بكل ده ان انا خلاص انا بدأت ان انا احطه مجرد بحطها اللي هو اسمها بحط الداتة الاولية بتاعه كل حاجة بيبدأ بتاعيش باك يشتغل معي انبارئل مع بعض. فكل حاجة طب لو عنده مشكلة. لو عنده مشكلة مسلا انه والله فيها مسلا نقول لي اوليد والله فيه فراغ كزا اللي هو مسلا بتاع المعيشة ده نسبة الاتقال اللي داخل فيه او نسبة الحرارة عالية جدا. طب هنحلها ازاي طب تعالي ارجعها عالي. فارجع لي تاني طب احنا نعمل نميز للويندو هنبدأ نزود في الماتيريال نزود الخصاص بداية الماتيريال بحيث انها تقلل نسبة انتقال الحرارة هنشوف ايه المشاكل بدأيتنا هو الحلة. فكل ده خلاص انبريل اللي احنا شغالين مع بعنا. بغير بقى لما كنا انا خلص التصميم وبعد كده دهوله يحسي بالحسابات بتاعتي. فطبعا او عما رجعنا انا خلصت دوري. فخلاص انا معايش عارفة ساعدة. لكن دلواتي احنا وانا من اول ما بدأت الخطوط بتاعتي هو بدأت اللي هو الشغل بتاعتي. فبدأ انا انبريل مع بعض الشغلية. ففيه جزء الاولين ممكن نشتغل بيها كاركتيج بشتغل بيها. انا لو انا فاهم كاركتيج. انا كوليد فاهم في الابريل انا ذات نفسي ببدأ فيها انطلق فيها برضو. قبل ما الاتش يخلص. ببدأ ان انا انطلق اشوف انا زيان بتاعي فعلا بيوفر او ما بيوفرش المتيريال بتاعتي. بس ده محتاجة لحد برضو يكون دارس ده يتكون من ايه? والاحمال الحرارية مكوناته ايه? وايه المشاكل اللي بتزهر. يبقى هو كده في الحيطة دي اه هو سعيدني في الكلام ده كل. ده برضو حاجة يعني مثلا انا هنا بدأت ان انا اقول له والله ده كزا وده روم. وحتى هنا في لما بدأ ان هو اللي انا بتاعتي بتاعته بدأ ان هو يقول لي والله يقول لي الانشطة نوع النوع ده ايه? حطي لك حطي لعض الافراد حطي لحمل الكهرباء. بدأ ان هو حطي لحاجات كتير جدا. حطي لك كل دي الاتا. بدأ يحط هذا. طب انا لو عندي مسلا تلات اوات جنبه طبعا. هبدأ ان انا احط كل دي بدروم واحد بدروم اتنين وبدروم تلاتة. انا بعمل بس كامل يعني ان التأثير من ده طبعا غلط يعني. فكامل مسلا فده اوضاء واحد اوضاء اتنين اوضاء تلاتة. طب هل انا اطلع دخل واحد لا طبعا حتى في البرامج اللي هي متقدمة. بيعملوا حاجة اسمها زون. انا عامل الزون ده كله مع بعضه ده سميه بدروم وحط له نفس الخصائص. فبدأ ان انا اربط التلاتة مع بعض وبرضو اتلاقي يعني ده مش تتخصصي بس انا لازم اكون فاهم فيه اكتر لان برضو ممكن ان انا ساعد مع بتاع الاتش باي. بتاع الام اي بي. اقول له طب هما التلاتة دول زون مع بعض. سهل الموضوع علي. فبدأ ان هو والله التلاتة دول هيتعاملوا سبيلت سيستم. نوع الاتش بايلت سيستم. في يبدأ يحطهم لي معاوضة ده ما يقول لي لا سبيلت السيستم لواحد سبيلت سيستم لواحد وزيد ان هما كمان في سيستم بيبدأ ان هما يربطوا كزا اوضة مع بعض في السيستم بتاعتهم فده بيوفر زي مسلا او كلام ده كله. ويبقى عنده كنترول على الكلام. فطبعا ده لما حط اوضة واحد اوضة طين اوضة تلاتة اوضة ان انا اشتغل عليها فده كويس. ان انا اعملها في زون ويوفر عليه موجود. فبرده تلاحيت ان في الحتة دي كويس جدا. لانه برضو ده زي ما بتكلم ده خلاص بقى ده بلقت تتحول خلاص كده من اللي هي الشكل اللي هو الازرق ده. ده كده بتاعتنا. لكن بدلا ما بدلا خلصناها بقى وبدلا نحط لها الاتا اللي هي تاتة اللي اتكلمت عليها بدلا تظهر بالشكل ده بلقتنا خلاص كل برامج الانفيرومينتل او برامج التحليل البيئي بتقرأ اي فراغ على انه اكس واي زد. لانه طبعا هو اي حاجة من دي حتى بتوع او بتوع التكيفات لما بيديو يحسبوا الاحمال الحرارية يحسبوا على برنامج اسمه هاب كانت الاول بيقعد يحطوا او نسة حاليا تريبا. بيقعد يحطوا ارقام. يعني والله طول الحيطة دي اتنين في ارتفاع تلاتة. الحيطة الشمالية تلاتة في اتنين. ليه? كل ده ارقام بيبدأ يحطها والله نسبة الفتحات اتنين في تلاتة. اتنين في واحد واتنين من عشر. بيقعد يحطوا ارقام. ليه? لان فيه معادلات بتحسيب الاحمال. فهي المعادلات بتتقرأ اكس وي وزيد. المعادلات. فهي بتبقى لها اتنين اكس وي وزيد. فبالتالي انت لما بتيك تعمل شكل او شكل مش معلوم له الابعات بتاعته مواضحة. فبالتالي بيبقى على برامج التزاين بتبقى صعبة. يعني برضو هتلاقي برضو يعني ممكن فيما معا لدينا دي تحل مشاكلها ويطلع طبعا اكتر او امكانيات اكتر اللاب توب او حل المعادلات تحل مشاكل بتاعت الورجانيك والكلام ده كله في حل المعادلات. بس حتى نتلاقي ان المواظم المشاريع اللي هي فيها تصميم بيه او ان هي اخرت الليل وعملت لها الدكومنتيشن اتلاقي ان هي دائما منحصرة بحطة اللي هي اكس وي وزيد المنحبز بالكيوبيك او الشكل اللي هو المربع او المستيل او الحاجات اللي هي معروف شكلها منتظم. فيعني هو ده تقريبا ايه. فلان البرامج بتقرأ بتعمل الحاجات اللي كلها في ال اكس وي وزيد. فبيبدأ ان هو يشتغل عليها. وبنبدأ ان هو كان بيحطي على الهاب لو عنده احنا عندنا احنا عندنا او او نشتغل ايه برضو فبنشتغل يعني يعني مسلا حاجة زي هنا برضو في الاناتيكة لما انا خلصنا مسلا المبنى ده بيبدأ ان هو برضو فعلا يبدأ يقول لي هو نوع ده ايه? والله الاسبيس ده ايه نوع ايه بيبدأ ان هو ولا ولا هو ايه بيبدأ ان هو والله كل فرض استغلاقه يعني مسلا لو احنا عندنا مسلا زي جيم مساحته مئة متر في اكواد تقول لك ان الجيم كل متر كل مسلا متر فيه تلات افراد فانيبقى انا كده عرفته لو انا مجرد محطط له نوع نوع بتاع الاسبيس ده هو بدأ يقول لي عدد الافراد دي طب انا هستغل بعد الافراد ايه? لا هتلاقي ان هما العدد في كل فرد بيعمل المجهود بيطلع حرارة. فبالتالي انا محتاج ان انا احاول بتاعه بقى اقل درجة حرارته. فبالتالي ده له ده عتا كيه. بيبدأ كل ده يديني كل الشغل بتاعه. حتى هنا بيبدأ ان هو يقول لي لو انت النوع ده الباور بتاعه اللي بتاعته قديه وشغله من كذا كذا. فالريفت بدأ ان هو عنده داتا. داتا عن المعلومات دي كويسة جدا وبيبدأ ان نشتعل عليه. طيب انا من بعد ده كله انا انا يعني نستفيد برضو ايه برضو او في مشاكل برضو ان هو نسبة الخطأ بتاعته. كلما نيجي نعتمل من منظمة شبهي الليد زي الليد او اي منظمة بره اللي احنا عايزين بقى ناخد لمبنى او حاجة فاحنا لو اشتغلنا كل الانالسس على ليب هو مش اعترف به. يعني حتى لانا دخلت مراحة هتأكد هو هل فعلا ليب دي لسه مش معترف فعلا هو ليب مش معترف لسه بالانالسس بتاعت الريفت. لو حد عنده معلومة ممكن يقولاني بعد محاضرة برضو. فهو لحد الان انا شفت لسه الاخر حاجة شايفهم بها ان فعلا ليب لسه ما اعترفش بريفت انها بس هل ده يقلل من المجهود اللي بيقدمه الريفت لأ طبعا ما بيقللش منه خلاص لاني يوفر عليه مجهود كبير جدا انا كنت لولا او دي كنت هعمل هعمل شغل تاني مجهود كبير ويوجد معايا بالايام وشهور عشان اطلع النتائي. فهو بدأ ان هو يسهل اولا سهل الشغل معانا كثير جدا ما بيني وبين الاخصام التانية. اه بقى انا مع بعض المنشتغل. اه سهل ان انا بدأت ان انا اشوف المودل بتاعي ان انا احط بتاعتي. وعشان برضو ان انا اقدم عليه في حاجة اسمها الجي بي اكس ام ال. ان انا عامل اللي بيدعم كزا والبرامج الانفيرومنتر بتدعم كزا. بتدعم برضو الاستغلية. جي بي اكس ام ال. فده برضو مثال احنا بولدو ان خلصنا يعني جزء من البلدة احنا برضو بتشتعل دلوقتي ان احنا عايزين نعرف نسبة الاحمال الحرارية الاحمال بتاعت التكييفات والكلام ده كله والكهرباء هتوصل لجام. فهو انا اللي اقول لها الموجود البيم وموجود الشغل بتاع البيم ده وكمية الدتا اللي انا بحطها في البيم ما قلتش ان انا هقدر بس يعني ضغط زر ان انا احل الموديل بتاعي لتزام بو دير. بشكل ده. فانا بدأت ان انا حتى هنا على الجهة اليمين بدأ ان هو هنا امبورت بيم موديل بدأ ان هو البيئة ده برنامج متخصص في التحليل بيه. آآ. برنامج تعريب انجليزي. فبدأ ان هو امبورت بيم موديل. ده برجان آآ. سيكس بوينت اون والانيرجي بلس امبير بيعمل بيشتغل بانجين اللي هو الانيرجي بلس. достаточно ولكن هذا المجرد يعتبر الحلقة يشغيل حام التي بيقم القيمات المرقب על حسابات Georgovic وصل 8.9 و الوقت الانيرجي برصة وصل منه تعريباً لـ 9.2 وفيه صغبة بنحضر نحول بها وكلام ده كله فالوقت الـ Design Builder اللي هو النسخة جديدة لبقى تدعم الـ Import BIM لكن لو كنت اننا شفنا الـ Design Builder اللي هو مثلاً من واسخة 2.4 أو 2.5 هنتلاقي انه مكانش كان يدعم بس Import 2D أو 3D مكانش في الـ BIM موديل لما بدأت التكنولوجيا الـ BIM تبدأ تتصور بدأ انه يدعمها خلاص انا طالما انا دخلت خلصت كل حاجة في الـ BIM وعايز ان انا اعمل او الكلام ده كله طب ليه مقدرش ان انا ادخل على الـ Design Builder اكمل بقيت حساباتي وفي نفس الوقت اخذ الـ Design Builder معتمد من الـ معظم اللي تتعامل للـ Lead عشان تتعامل على الـ Design Builder طب يبقى كده معنا فعلاً ان هو سهل عليها شغله ومجوب كبير جداً وتعمله في الـ Design Builder اولاً بناء الموديل ده على الـ Design Builder ممكن ياخد مني مجوب كبير جداً وممكن الموديل ده وسيط لكن فيه موديلز كبير معقدة زي مبناء ده ياخد مني مجوب كبير جداً وفيهم برضو هنعمل هنعرف الـ Design Builder برضو هنعرف ان هو كان معقد برضو ان انا ادخل على الـ Design Builder واشتغل عليه فمسلاً حاجة زي كده ان انا خلاص عملتها على الـ Design Builder وبدأت ان انا دخله كده بش المنظر ده بدأت ان هو هيدخل عندي هنتلاقي ان هو حتى الماتيريال اللي انا حطيت هالو اللي هي جي بي اكس ام اال دي بدأت تظهر عني مثلاً في الماتيريال اللي بتاعت الـ Design Builder يبقى ان اللي انا استفدته ان انا حطيت الماتيريالز هناك وفي الـ بيم موديل ان انا عادت احط داتا كتير وانفورميشن كتير جداً ان اللي هو طبعاً الـ بيم مبنى على الانفورميشن المعلومات بتاعتي الماتيريالز وكل حاجة بدأت تظهر معي فهم مش محتاج ان انا حطها من اول وجود هنا لا خلاص يدخلت بكل الخصاص بتاعي حتى الـ System احنا كنا شغالين في اللي لسه بدقين فيه فكنا عاملين نيزول حطينه الـ System بدأ ان هو يظهر نوع الـ System معنا فمش محتاج ان انا داخل ادخل هنا كمان واعمل له فده طبعاً بالتعاون طبعاً مع مع بعض الفريق ومع مع معنا فبدأ ان هو يشتغل الكلام ده فبدأ ان نشوف ان احنا كل حاجة خلاص بدأت تظهر معنا فمش هيوفر عامة جود كبير جداً وبدأ بنتطلع برضو انا بنتطلع مبدئية للحسابات بتاعاتنا فبدأ طبعاً من الكهربا حتى هي مقدارة هنا يعني قلت مسلا حسابتك دي تأديري كده طبعاً ده كله كان مبدئي لسه ما كاملناش بعض الشغل بس طبعاً كتائزة وضحركوا من المحاضرة دي احنا ايه الخطوات او اللي احنا بنتدعها من الاول اللي حتى ما نوصل للاخر يعني ده حاجة ان انا والله انا اعود بعد ما بخلص انت تقريباً لو انت دفعت في المديري لازي بتاعتك دي مبلغ كذا انت شوفوا الكهرباء بتاعتك كانت في الاول هتستهلك قد ايه ودلوقتي احنا دلوقتي في شهر مسلاً شهر واحد انت هتستهلك الفين وتلتمية وستاشر كيلو وات اول يعني حوالي لو بالمصري الفين وتلتمية جنيه ولو في عز الصيف هت تستهلك ثمان تلافة وتمية وخمسين اللي هو خمسة سبعمائة خمسة 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 سبعة وخمسين كيلوات جر اول فده وده ما تمان هو ثمان تلافة وتمية وخمسين جنيه طب ولم حدش يبص على ثمان تلاف تلتمية جنيه لأ في المباني بتستهلك اكثر من كده بمراحل وخصوصاً كمان لو في السعودية طبعا مختلف عن مصري وارد فده اصلاً يعتبر موفر فطب بعد ايه كده احنا بنقول له والله انت كنت في الاول هتستهلك اديه ودلوقتي هتستهلك ا ديه وكمان انت بتستخدم كمان بتاعتك هنستخدمها حتى لو كبير بس في الاخر بتاعها او للمبنى والتشغيل بتاعه هتوفر معاها يا قلبي لان انا بقيت بقدفع فواتير طب انت حتى في الكهرباء والله مثلا يجي يقول يقول لك انا ممكن اجيب لك كهرباء الانشاء لمبات او نوع لمبات الانشاء بتاعها قليل جداً بس مش هتوفر معا يعني مش هتوفر معك يبقى طب ليه طب ما ادفع مش مشكلة كبير شوية بس في الاخر هتلاقي بيوفر معك في الطاقة فبالتالي ده بالنسبة لي انا حققتي فعلا الاستدامة وحققتي توقفل الطاقة وزيد ان انا اكتر من كده ان انا حققتي كمان حاجة غايبة عنها ان هي بتاعنا لان انا لما بزود في الخصاص بتاعة الماتيريال درجة الحرارة وانتقال الحرارة جوه وده برضو شيء اهمني انا عايز الراحة الحرارية للانسان جوه فده شيء اهمني الراحة الحرارية بدأت تقل يعني بدأت ان انا شوف معامل واحد وعشر اقصى حاجة اعلى شوف وصلت تسعة وعشرين لكن انا لو ما ما كنتش انا استخدمت الماتيريال لو الماتيريال كويسة والارباليو بتاعيتها عالية وكلام ده كان ممكن توصل معي حاجة وتلاتين يعني الحاجة وتلاتين فبالتالي انا ما حققتش الكمفرط بتاعي زون خالص فبالتالي انا كده حتى استخدمت الماتيريال ووفرت في الماتيريال بس وكمان انت عايز جوه التكييف مش قادر الكشنسي بتاعتي ودركة الحرارية بره مش قادر اتغطي كمية الحرارية الدخلة معك جوه فبالتالي اصلا ممكن التكيف اصلا يعني افتيله بعد ايه جوز لا ان هو مش قادر يغطي كمية الحرارية الدخلة فبالتالي احنا هنزود احمال التكيف ونجيبك احمال التكيف اعلى ودا برضو هتلاقي ان بتاعت التكيف متخصص برضو الاحette ديه اكثر وبيبدا ان هو انفاهمكنك بس انا يعني على قد علمي ببدا ان انا اقول لكم اي اللي سيحصل لو احنا م 자실� Thankfully يعني مسلا هنا برضو عشان قبل ما انطقل من السلايب دي هنا معلومة يعني برضو بقول واحد وعشرين تقاتي وعشرين خمسة وعشرين في كل الشهور. ايه الفريد من الاريدينت ديت لوانها مسلا في الاوضة في النص. فالاريتي بتاعة وعشرين طب لو قربت من الحيطة والحيطة عمت موجهة ناحية الجنوب. لقى الحيطة تبقى سخنة. فالاريدينت بتاعيتها مسلا بقت خمسة او ستة وعشرين او حتى تلاتين او تلاتين. طب ايه الحرارة بقى اللي انا فعلا حاسسها في الفراغ اللي هي الوبراتي. دي الوبراتي. هي دي بقى اللي اشتغل عليها ودي اللي بتحقق معي بتاعة وده خلاليونك وردو اكدنا ان احنا هنستخدمها في مبنى دين اشتغلنا عليه وعملنا المقارنة وطلعنا الوبراتي في بقى. فيا رب بس يكونوا واضحوا الحيطة لي ولسه بقى يعني لسه قدام شوية احنا الوقتي ده يعني ده نجيب بتاعة الماتيريا اللي احنا بنشتغل بيها وبعد ان نعرف بتاعتها ايه فانتلاينا انها انها 18 من 16 من 100 فمعنى كده ان كل ما بتاعتها قلت معنى كده ان الار باليو عالية جدا. فبيتدالها هيمنع ان تقال الحرارة. طبقا المعدلة اللي موجودة اللي هي المعدلة دي فطبعا ده لسه برضو انا مشطارتي برضو ان انا كمصمم مالي او مصمم بيه ان انا ازاي عمل ما بين التكلفة المبنى وبين ان انا عامل اللي هو توفير الطابة. ما ينفعش ان انا روح اجيب زي مسلا وعالف التكلفة قوي عشان اوفر حاجة بسيطة جدا في الار فاليو بتاعك او ان انا اوفر انتقال الحرارة. طبعا ده مش منطقة خاضية. يعني اللي راح جاب طب ليه طب ليه احنا اوروبا كلها بتشتغل بتشتغل بالتصميم اللي هو الفتحات قليلة وكل حاجة قليلة. ليه احنا المصريين عايزين نعمل كل حاجة ازاز وكل حاجة فيها شغل وخلاص نعمل المشكلة. طب احنا عايزين بقى والله ده احمل التكييف كبيرة جدا وبندفع فواتير كبيرة جدا وكل ده نبدأ نقلل. طب نغير واجهة الازاز بتاني. طب عنا نحط شرفات. تلاقي الواجهة كل الفساد بتاعتنا بقت شكلها اصلا يعني بقت شكلها وحش. ليه عادنا نعمل فهمه على الجهة. طب ليه ما بنفكرش من الاول في الموضوع ده. ليه ما بنفكرش اصلا في الاول ان احنا نهتمل الموضوع ده. فالفترة الجاية برضو في المشروع بتاعنا ده. انا برضو كنت يعني بقول لكم احنا يعني بشرح لكم مثال احنا بتطبق في الكلام ده. ففي الفترة الجاية احنا هنبدأ نشتعر على ده. وان شاء الله لو في فرصة ان احنا يعني بعد ما نخلص المشروع نشرح الخطوات لان اكيد طبعا في حاجات تتغير وفي حاجات احنا شجالين نبقى نتكلم فيه بعدين ان شاء الله. طيب ايه هو اللي انا خطفت كده قلت احنا هنصدر من الريبت للتزان بيلدر او ده هي لغة. لغة بتهتم بالداتا. يعني الداتا بتحولها لغة كده ان هي تتحول. يعني انا لما حطيت كل بتاعت الفراغ. حطيت مساحته وحطيت بتاعته وحطيت عدد الافراد وحطيت وحطيت نوع السيستم وحطيت وحطيت كل ده. فاحنا عايزين ننقل من الريبت ننقل لبرونامج تاني عشان يكمل شغل. فبالتالي بقى حاجة اسمها نحن نحول الداتا دي الكل دي. اللي هو جين بيلدنج اكس ام مال. اللي هو ننقله بقى. فهو دي طبعا نوفرت معنا كتير كده ان اللي هي دي الداتا اللي ننقل بيها بننقل بيها السرمال وبننقل بيها بننقل بيها السرمال وبنننقل بيها السرمال وبنننقل بيها اللي ممكن ننقل بيها كل ده للجي بي اكس ام مال. عشان خاطر لما جاء ده شكل الجي بي اكس ام مال. طبعا يعني مثلا هنا بدأ انه يحط والاريا مثلا المبنى عندنا تلتمية اربعة واربعين متر فبدأ انه بالكلام ده يقول له وبدأ انه يراه اسم بتاعته حتى كل فراغ بدأ انه بتاع الاريا خمسة وعشرين. ده اكيد اول اوضة بساحيتها مثلا خمسة وعشرين ده بتاعتها بقى خمسة وسبعين وده والله انه بتاعت اول ضلعة وثاني ضلعة وثلاث ضلعة بحيس انه يكون الاوضة فبدأ انه يحول كل الفراغات وكل الحية وكل داتا انا دخلتها بكودينج بشبال لنا عارض دلوقتي. فبالتاني بقى اي سوف تور تاني يقدر انه ياخد كودينج يبرمجه ليه يراه على اللي باجولة عنده زي ما حصل في وبدأت ان انا اشوف المبنى ان انا بنيته عانت على البم وبحطته الداتا بدأ اتظر معها الدزان فده اوفر علامة كبير جدا. طب ليه يعني حاجة يعني سهلت على الموضوع طبعا عشان طبعا يعني تنقل لنا الداتا وهي سهل لنا طبعا يعني احسن منعه ده ابني تاني على الدزان اي اعرف ان هو طريقة بتاعته عاكمة شوية او وصعب شوية اا لانه طبعا بيهتم ان احنا الليكس واي والزد وحتى نوع التشكيل بضعه فيه صعب انت بتطلع تقريبا وصعب ان انت كامل فيه تشكيل بتلاشى اي تشكيل تقريبا في الوجهة فطبعا انت كامل الكلام ده عا الريفت وريفت اعطيك التولز دي وكلام ده كله فبالتالي سهل عنا الموضوع كبير جدا وفي نفس الوقت ان نقلت الداتا ونقلت كل حاجة وبدأت ان انا عمل لها انالسز وعملت عليها ديزاين بتاعي وبدأت حتى لو انا الريفت مش صبرت لحاجات كتير زي مسلا السي اي بدي او كلام ده كله فيه ديزاين بلدر مدعوم بالسي بدي زي ان الريفت كمان بقى فيه فيها ديزاين بلدر ففيه تعاون كبير جدا بينهم يعني الريفت فيها ديزاين بلدر فانجرد ما اضغط على ديزاين بلدر فانجرد ما اضغط على ديزاين بلدر فبالتالي انا بشوف كل حاجة انا بدأت ان انا اشتغل فيها ديزاين وصلت معي لفين فهو ده مرضو يعني لها نقطة ده برضو مشروع اللي هو كان في النوسة في النوسة كنا شغالين معي سيرش برضو مع احد فبرضو احنا كان المشروع وعشان نعمله على ديزاين بلدر فكان يخب مننا وقت فكان لسه ده كان تقريبا من سنتين ولا حاجة كان على ديزاين وسبحان تاشر فنقلناه برضو من الريفت من الريفت للبيم للدزاين بلدر وبدأ نشتغل عليه الانارس وطلعنا عليه سيرش وطلعنا عليه كل حاجة فده برضو كان اشتغلنا عليه فترة برضو كان ديزا بداية البيم وبداية الحتة بتاعت النقلة الجيب اكسين ميل والنتل اللي صفرت الحتة فكانت حاجة كويسة جدا ووفرت على انا مجهوب كبير احسن معاوه ده من كل ده تنع ديزاين بلدر وده المشروع اللي كسبناه اللي هو المسجد اللي هو تابع المسابقة اللي هي جريم بلدنج دي كنا المسابقة دي كسبناها فده برضو كانت دي اللي دخلت فيها متأخر وكانت تصميم مختلف عن ده خالص كان فيه شكل البيضاوي فالشكل البيضاوي ده كان صعب جدا ان انا ابدأ ان انا شغل علي وحتى بعد ما عملنا الشكل ده كان صعب ان انا شغل اي اي لان كان ساعتها البيضاوي مش معي وكانش يصببت البيضاوي كان بيسمح بخمسين زون فقط والنساحة بتاعت البنى دي كان كبيرة جدا فكان الجهاز بتاعتها مش بيستحمل كل الشغل ده عليه فبدأت ان انا اشتغل بحاجة تانية اسمه برضو حاجة فيه برضو جدع من الانيرجي بلاس اي اسمها الاركيزم والديفا. وبلغان ان شاء الله ايوم ضلح التقارير وهريك الوقت التقارير برضو دي المسابقة بتاعة المسجد. وده برضو لما نقناه كان المشروع معمول بيم موديل كامل كل التفاصيل تيه كان من شروط يعني ده حاجة قوية جدا معنا في الكود اللي هو او بتاعاتكم مصر. اللي هو بيمثل الليد. ان احنا بدأوا يهتموا جدا بالبيم فيه. بدأوا يقولوا ان انت تاخد نقط لو انت عملت بيم موديل. فده انا شايف اصلا ده اكبر اضافة ممكن ان ان الكود بتاعنا او يعتبر المسجل الليد بدأ يهتم بيه. فده برضو انها من الريفت وانها ال جي بي اكس امال وبعد كده ادخلت برضو كان يعني كان ساعتها برضو كان المطورين بتاع الهاني بي واللودي باج اللي هما شغلين انالسس على البرس وبر والرينو كانوا بدأوا برضو يقولوا ان احنا بدأنا نعمل ادنز اا تحاولينا ال جي بي اكس امال وتقراه. فبدأنا ان شاء عليها ها. وبدأنا برضو انا استفدت برضو من كان فيه دراسة اكوستيك موجودة للمسجل ان عايزين نعمل دراسة اكوستيك فبدأت ان انا استفيد ان انا جي بي اكس امال ده بطريق كود بس كده في وده خلع اكوستيك فيه. ممكن تبقى من الاكوستيك دقيقة ما فيش مشكلة بس يهو اجتهاد ان احنا نقدر ندخل المبلد ده كله وده دي صورة من الاكوستيك اللي احنا فيها دراسنا فيها الاكوستيك. ففي كنا ساعتها برضو دراسنا ايه والاكوستيك 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 الاكو ازاي الصور ينتج وبدأ ان نلزز فيه الزوايا وكلام ده كله والاكوستيك بتاعتنا وبدأ ان نشتغل عليه فطبعا كنا عشان نعمل ده على على الاكوستيك اللي اشتغل اكوستيك يعرف ان ده يعني مستحيل صعب جدا. انا احنا نبدأ نعمل الشغل ده عليه. فطبعا ال اكس ايج بي اكس امال وفر علينا شغل كبير جدا وبدأ اننا نستفيد منه. ودي التقارير بتاعت المسجد وفيه ثلاث تقارير مهمين يعني احنا كنا في المشروع ده انا فاكر انا بتم طلع تقريبا ما يقوم من متين تقريب. عشان اعرف ادرس بس الايه اللي بيحصل في الهيت بتاعنا والحرارة وكده. ففيه ثلاث حاجات مهمين جدا. ممكن بتوع برضو 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 يبقوا درسينها كويس اللي هو حمل التكليف اللي هو بتاعه واي اجمال احمال التكليف على مدار السنة اللي هو انت تدفعه على مدار السنة سنويا. فده طبعا في كنا درسين درست انا الشهور بتاعتنا وطلعنا اعلى شهر اللي هو كان جولاي وطلعت نسبة استهلاك وقديه. عشان اعرف برضو انا اطلع اجيب حمل تكييف قديه. فالاتش باجدود طلعت ان هو كان في شهر سبعة هو اعلى حمل تكييف فيه. فبدأت اعرف الشهر سبعة ده. شهر سبعة بدأت ادرس امتجية برضو من زودها اكتر قلت بقى انا هبس الايام وبدأ يطلع اليوم. اه طبعا كان المسجد له موصفات خاصة لان المسجد لو نعرف ان هو يعني اي مبنى ممكن يبقى استاع ثلاثة الارفعة العصر من ثلاثة الارفعة او في الحديد التوقيت ده هو ده البيك بتاعه. اعلى حملية تكييف ممكن يعمله في السيف مثلا في شهر ستة. فبس المسجد مختلف شوية لان ده طبيعة المسجد الاعلى لحاجة ممكن يدخلها الناس ويبدأ يطلع فيها عرارة ويطلع فيها الشهر ده كله بيبقى يوم ساعة ساعة الجمعة. فبالتالي انا ساعاتها بقى حطيت نسبة بتاعاتنا فوحطتي ان يوم الجمعة بيبقى هو في كل عدد المصليين. فبالتالي هو لما طلع لي ان اعلى يوم ما يستهلك فيه تكييف عشان اقدر اجيب احمال تكييف تغطي المكان ده كان هو يوم الجمعة والساعة اتناشا مش الساعات اربعة اللي هو ساعة بساعة لسالات الدور. فبالتالي احنا صممنا علي يوم الجمعة ساعة 14 دور اعلى حد تكييف نقاط نجيب. وانا حتى دي كانت يعني ان يطلع لنا على طول بكل وات اهور هنا او الاو اي 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 دي معناها اللي هو استهلاك الطاقة كل متر مربع. يعني مسلا مية و تلاتين متر مية و تلاتين اي 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 دي معناها اللي انا لو ضربتها في مساحة المسجد لو هي عشرين الف متر يطلع للرقم اللي هو كيلو واط اوار اللي هو استهلاك الطابق فبدأت ان انا احاول مشجول وبدأت ادرس الكلام ده الجول ايه هو الميجا جول وكيلو واط والعلاقات بينهم حتى ما اطلعت انه ايه 130 وبطلعنا استهلاكه وطلعنا الاحمال للحرية الطن بتاعته بدأنا نشوف يعني احنا كنا في اول الديزاين كنا تقريبا كانت التكلفة توصل في شرق حوالي 60 الف تقريبا او و بعد كده وصلنا لحاجة و30 يعني فبرضه بدأنا الانجز ده ده كان الـ و النسبة الـ كان كيس واحد كيس اثنين وكيس تلاتة حتى هنشوف الاختلاف بينهم بين الديزاين الاولين والديزاين التالت ان كان الـ لكل متر مربع اللي وسل الاجاتة تقل كل متر مربع كان 152 تاني بعد ما عدلنا في الديزاين احنا كنا شغالين في المبنى ده بترايت اللي هو احنا بنصمم وبعد كده هنوض نعالي نصمم ونعالي نصمم ونعالي نشوف مثلا ايه المشاكل هتحصل وبعد كده نعاليها المشاكل هتحصل من اول يوم فبدأنا في كيس التانية بدأت 121 بدأنا نغير في الماتيريال وفي الفتاحات ونعمل مشربيات وتهوية طبيعية وكان وصلنا لـ 20 يعني النسبة يعني كبيرة جدا برده ده كل ده في الـ طبعا ده في الـ لو انت عايز تعرف حملة التكييفات ادرب بقى الرقم ده في استهلاك الطاقة كلها في المساحة يطلع علي الكيلو واط اللي انت هتدفع سنوات وبرده ده التخصص بتوع التكييفات هم اللي بيطروا يحسبوا ده بس انا كاوركتوك اهتمت ان انا اعرف الكلام ده عشان اسحل على الموجوع وافاهمه وان لي بيحصل وانا لما اشتغل في الدزاين بتاعتي واعمل اسكيتش واعمل شغلي فيه حتى بداية ادرس الـ بتاعتي الهواء لما اعمل فتحة او اعمل ايه اللي هيحصل تأثير ده هيحصل ايه على الفراغ من داخل من جوه وبرده يعني حتى احنا انا نفسي كمان ان انا اهتمي بالـ كويس جدا عشان برده كل ده يطلع علي يعني اكد اعمل على ايه حاجة بعملها ديزاين ان فعلا ده هيحصل مش مجرد استراتيجي ومش مجرد ارقام لأ كمان وثالت حاجة النقطة التالتة اللي انا قلت في الاول حاجة بتاعه اعلى حملة تكييف في اعلى يوم في الساعة كزا تاني حاجة اللي هو بالنسبة استهلاك الكهرباء بتوتا على مدار السنة تالت حاجة مش معقول انا وفرت طاقة ووفرت كل ده وفياخر خلاص انا مش عامل كمفورت بتاعي مش عامل راحة حرارية اللي ايه فبرده في الملكيسي الاولانية ده طبعا الكمفورت بتاعنا في المنطقة بتاعتنا كان من اتنين وعشرين لسبعة وعشرين طب ده يعني عشان محدش تاني يقول لي لأ سبعة وعشرين كتير ده لا ده انا بتكلم على اللي هو المتوسط مجموع فكان اتنين وعشرين سبعة وعشرين وان كنت باشتغل طبقا ده بالنسبة للاكواب يعني احنا نشغل الاكواب فطبعا كان اول كيس لو نشوف الكرب بتاعنا الاول كيس ده كان نوصل معنا لدرجة الحرارة انا نوصل لساعات توصل معنا لتلاتين في اوغسط مثلا واحد وتلاتين واحد وتلاتين 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 عشرين فبعد كده بلقيت لحد ما توصل معنا احنا ينعم فيه حاجات النسبة محقناش بس يعني ما فيش حد في كل حاجة من غير تكيفات وكلام ده كله لازم التكيف يعمل عامل بس انا لو قال ان اشتغلت بالبس في تكنية الاول انا ده هيوفر معاه في احمل التكيف يعني انا بدل ما كنت عايز ابرد او عايز اخلي يوعد في المكان يعمل كونفورت زوم وهو عنده درجة الحرارة واحد وتلاتين انا دلوقتي عالجه من عنده درجة حرارة تقريبا تمانية وعشرين عشان اوصله ستة عشرين سبعة وعشرين فبالتانا اوفرت بالطاقة وفرت الحرارة في نفس الوقت خليت ان كل معظم الناس قاعدة معنا في الكمفورت بتاعي. طبعا في جزء طبعا معي تحت اللي هو في الشتة ده. انا ده عالكته في الحاجة اللي هي في حاجة اللي هو بتاع الانسان السجوك بتاعي. فانت ممكن ان ان انت حتى بيقولوا ان اللبس بتاعك اللبس بتاعك ده بيؤثر معي. يعني انا ممكن من ضمن السبع عوامل بتوعها الراحة الحرارية طريقة اللبس بتاعك. يعني اللابس مسلا اه الاسود مسلا في الصيف فده كمية الاشعال منتصة بيحاسوا بالحرارة. فده انت اصر انت بس مش محتاجة ان انت تعالج لانت محتاج ان انت تغير المفورم بتاعك. فاحنا هنا كنا في المسجد كنا عايزين بس في الشتة ان احنا نعتمد على السلوب ان انت انت هتنزل تصلي مدة يعني مش هتعود في المسجد اللي هو طول اليوم. فانت هتنزل في الشتة تصلي في حاجة معين. فانت تعتمد ان انت بالسلوب بتاعك تقدر تبطيها احسن معاملة كيتنج يعني. فده كان برضو يعني التكنيكي اشتغلنا بيه من ضمن السيكومتر كتشورت بناء على السيكومتر كتشورت. اه وده يعني 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 ان انتوا بكون السرعة وضحة والدنيا في يعني يكون في سرعة اكتملت لكم. ودلوقتي يعني انا يعني انا معرفش انا طولتوا عليكم ولا لا يا رب بس اكونوا استفدتوا حتى. وهي حاجة بسيطة برضو للشغل وان شاء الله لو في حاجة للنصيد تاني نحن نطلع مع بعض ونتكلم على بعيات الشغل وعيات الفرص كا انبيرومنتل ديزاين واستليبية ديزاين بقى من الاول مش كا بيم انتلمنتشن. نبقى في الفرصة. انا لو حد عنده يسأل وانا يريد تفضل انا مجدد يعني. باش مهندس عمر. جزاكم الله كل خير شهر صعيد. الله يكرمك. اه لو اي حد عنده يسأل ممكن يعمل رئيس عندي ونبدأ انشفاء مع بعض ان شاء الله. انا هسأل بس سؤال لحد محد يسأل كده للناس كلها مش لمهندس اه وليد. المهندس اه وليد ذكر برامج كتيرا جدا لو حد يقدر يقول لنا تلاب برامج من برامج الاستدار نخوى من كل شهرين دي. حتى يكتبهم حتى في الاجابات. هابا ليه جايزة ان شاء الله. تمام في ريبت وانسايت ومنتظرين الثالث. الهاب والديزاين والدزاين بلدر وسيب فريد. يا راكب شون سريد شوف بقى مين. انا الاسف انا مش شايف الشايف ممكن انا. شايف رو الشايف تحت كده في الزرار تحت. انا شايف تمام انا ممكن انا بس لو عملت بتاعتي ممكن اشوف يعني. طيب بص هو في حد قال والنسايت والربيت. تمام كده? تمام هو يعتبر وفيه لسه كتير برامج تاني انا قلتها وانا طبعا برامج. وانا كل واحد عن حاجة. فهي ادي في حد قال في حد قال يعني الحمد لله نسكت صحية. انا طب كويس. يعني انا بس. بلدر لنسايت جراس سوبر الريفت الهاب ليكوتكس. ماشا الله. وفي برامج كمان اكتر من كده بكتير والله. بس يا الفكرة اللي انا اللي قلت على كل حاجة بشتغل بيها يعني. مزوعة. لكن في برامج طبعا الناس بشتغل بيها اكتر كمان. طيب الناس اللي هي جاوبت على سئلة فيه كتاب اا عن الجريم بيم بعده زيبوشون سوريد ده كاتبه دكتور رياض العدل والمهندس اا محمد حماد والمشمهندس ياسر. اا ان شاء الله يعني اعملوا جيد جامد في الكتاب فان شاء الله الكتاب ده يعني اا اعجبكم بسم الله. ده كتاب مهم جدا وبرده بحي بيتعلم منه فعلا يعني يا ريت الناس تاخده وتستفيد منه الكتاب ده سددني طبعا يا ربنا يبارك فيه مني. اا شون سياسر او سعود هو من ضمن الناس اللي كاتبين الكتاب. عند سؤال. شون سياسر? السلام عليكم. انا سعيد جدا بالمحاضرة دي النهاردة. سعيد بتعرف عليك تمان صليف. يعني انت اخدتنا في رحلة. المنصر عمر دلوقتي كان بيقول الناس كانت صحية. لازم الناس كانت صحية. انت خدتنا في رحلة جميلة بتطبيق عملي. ووريت الناس حاجة مش متعودين عليه. يعني الشغل اللي احنا بننطحن فيه علشان نطلع لهم يستفيدوا منها في المستقبل. وهم بيزهقوا مننا يعاني واحنا شغالين. احنا بنضيع لهم وقتهم. ازن دلوقتي بدأت توضح قدامهم اهمية الشغل ده. ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير. يمكن احنا عندنا مشكلة تانية. الموضوع جديد. او التطبيقه في السوق بتاعنا. مش غير متعارف عليه. والناس مش متعودة ان هي تستخدمه في كل مشاريعها. بالتالي لما بيلجأوا انه. اما الالترنتب. وبعدين يدخله يعمله الاناليسيس بتاعته ويعمل الاناليسيس بتاعته ويبدأ يدخله في فريمورك علشان يطلع له هيستهلك قد ايه اي 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 في النهاية. وبعدين ترجع تاني تقوله لا انا محتاج عدل فيبدأ يعمل الالترنتب تاني ويعمل الالترنتب تالت ويمكن دي النقطة يعني كبيرة بتخليهمش عندهم صبر علينا. بنعاني شوية منها. لكن مع الوقت انا اظن ان هي هتتحل. لما الناس تعرف اهمية اللي اللي بيتعمل الناس هتتقبل ده. وهيبدأ يدخل في يعني في الدزاين تريمورك في المكاتب الاستشارية. انا كان عندي تعليق بقى في الكلام اللي حضرتك قلته. انت وضحت كويس جدا قد ايه الموضوع فيه زخم وفيه بين صوفت ويرز كتير بتشتغل. وان الصوفت ويرز ديت محتاجة فريمورك يربط ما بينها او امتى اشتغل بدا وامتى اشتغل بدا وايه اللي مناسب اشتغل بيه في كل كرامتر عايز احسبه. فده بيخلي الموضوع او يأكد على فكرة انا بقول عليها من زمان ان احنا لسه ما عندناش ريفرنس قوي يعرفنا ايه هو اصح فريمورك نشتغل عليه. زي ما انت قلت في الاول لسه ليد مع طرفاتش قوي بالاناليسز بتاعت ريفرنس لان مفيش ريفرنس يقول ان الاناليسز دي هي اللي بتتطلع الشغل اكيوريت ولا لا. فالفكرة اللي انا كنت بأكد عليها دايما ان الفايدة الاكبر من الصوفت ويرز بتاعت البيم هي ان انا اقارن ما بين متعددة فاقدر اشوف اقل الاترنتب بيحقق لي استهلاك استهلاك للطاقة للمتر المسطح او الـ محتاجين الناس تفزل مجهود كبير في النهاية تحاول توجد فريمورك مضبوط. محتاجين الناس تعمل في النهاية تقارن ما بين الحسابات المانوال اللي بيعملها مؤنس الميكانيكا ومؤنس التهربة اللي كانوا بيعملوها باديهم. وما بين اللي بتعملها ببرميجات البيم علشان نعرف فعلا في اه في تقارب ولا لا. انا كنت عملت بحس قبل كده ونشرناه في اه في اول عدد عربي للبيم عربية هي المجلة المحكمة. وكنت عملت اه اه كيس ستادي على فوندو اه في المملكة العربية السعودية. وعملت اكسرسايز بسيط في الكيس ستادي دي بتفرق الحسابات وطلع ان لسه في فرقات كتير في حسابات احمال التكييف. ما بين مبرامج البيم وما بين الاكشوال كان عندي الحسابات بتاع 10 سنين بالكواندو لذلك. في اه يعني اتمنى ان احنا ان نشتغل شوية على الابحاث دي وان احنا نشد حلنا علشان نقدر نوصل والنهاية لفريمورك المزبوط ان نقدر ننسخ بعض بيه ونقدر نشتغل عليه. يا اه يمكن بيأكد الكلام انا ما عليش هطول شوية بس بيأكد الكلام حق نقطة انت قلتها في نص المحاضرة ان بيبقى احيانا صعب علينا ان احنا ناخد يعني تروجيكت معمول له كتلة شكلها غريب علشان ندخله على البرامج ونعمل حسادات. انت ذكرت ان البرامج البيان بيشتغل على xyz اذا هي فعلا بتشتغل على xyz مش يبقى عندها مشكلة في الشير يعني انه هيحسب الوليوم من ال xyz بتاعت كل الوليوم لكن كده واضح ان البرامج بتشتغل على كيوب كالوليوم يعني عنده كيوب وعارف ان يحسب البرامتر بتاعت او البرامتر اللي محتاجها علشان يحسب اعمال التكييف بتاعته هو واخد على شكل الكيوب فبيقدر بيحسب بناء عديد اذا كانت بقى الampent temperature او radiant temperature او ال temperature اللي هتيجي من سواء من البني ادم اللي موجود او معدد اشخاص اللي موجود او من اي برامتر موجود طيب بالتالي ده بيأكد انه لسه برامج بيهم عندها مشكلة في كيفية حساب احمال التكييف للشيب صغير منتظمة او فوليوم صغير منتظمة اه 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 فده كله محتاج ان احنا نشتغل عليه بتخلينا احنا على الاقل في صدارة الموضوع ما تخليناش تابعين دايما للبرامج اللي بتصدر لنا من بره وبنشتغل عليه وفاكرين ان هي بتطلع لنا احسن النتائج وهي بتخلينا فعلا نحسن هي بتفيدنا فعلا ودي ما نقدرش ننكرها كلنا ان احنا نقدر ناخد يعني الاوبتمام البرامتر اللي بيطلع لي الاوبتمام او الحل الامسل او الاستهلاك الامسل للطاقة مع الاعتبارات التانية شكرا لكم انت سوليد وناسب على الاطالة لا استفدنا كلام من كلام حضرتك طبعا هو كلام حضرتك طبعا صح وهو فعلا هي بتبع مسألة اجتهاد والسوبتوير مفيش برنامج او برنامج تحليل بيئي بيبقى مدعوم بكل الاناليزي ده للأسف يعني ده فعلا يعني مثلا نجد التزام بندر هتلمش مدعوم مثلا بالاكوستيك او السورة اللي هو الشادور رينج او الكلام ده كله فبالتالي نضطر ان احنا ندخل على برنامج تاني نقدر نعمج الاناليزي ده يعني ما فيش غير برنامج اسمه الانفي مد تقريبا الانفي بس تقريبا هو ده برنامج المدعوم تقريبا بمعظم الاناليزي بس برطو ده يعني معظم البرامج ده تبقى بسعراء غالي وكلام ده كله فبنتطر ان احنا نتحايل بقى نعود وناخد من ده عشان نبني سفعل بسرعة ديشان ونوضع على برنامج تاني ونوضع على برنامج تاني ونوضع على برنامج تاني على فاكرة حتى البرامج المدفوعة او اللي هي لها سعر ده مش دليل على انها برامج بتطلع نتائج يعني ايه دي سياسة شركة سواء بتوفر برنامجها مجانا او بتبيعه لكن كي نقطة مهمة اوي في صعوبة اخراج نتائج مصبوطة هي ان كمية البرامج والداتا اللي انت بتحتاج تدخلها على المودل مش طبيعية يعني انت عايز تدخل لكم ماتيريال في المجفوع على الاقل للانفلوب بتاعت المبنى وتقعد تشوف مكونة الانفلوب دي مكونة من كم ماتيريال ورا بعض وزا انت عامل تشكيلات بماتيريال مختلفة وتقعد تدخل كل الداتا المطبوبة وتشوف الستريشولد بتاعك اللي المواصفات بتقوله او اللي اي جريم بلدن ريتم سيستم انت هتشتغل عليه بيحدده علشان تشوف انت تحت الستريشولد ده او اللي فوق الستريشولد ده انت بيه كمية كرامترز ميش طبيعية محتاج تدخلها جوه المودل اكيد يعني مش هننجح مية في المية ان احنا ندخل كل الكرامترز دي لكن هو بنبذل الاقصى ما نستطيع للحصول على افضل نتيجة فبالتالي الموضوع مش سهل ولكنه البنفت اللي هيجي من وراء كبير جدا سواء الاونر بتاع المشروع هوا على مستوى الكميونيتي يعني احنا في النهاية ما بنصممش علشان نوفر لمالك الموادنا بس ان التصميم البيئي بيفيد المجتمع كله بالتالي بيفيد كوكب الارض كله يعني في النهاية احنا بنحاول نحض من استهلاك الموارد بتاعتنا ونستخدم افضل الممارسات الممكنة علشان نحافظ على حياتنا بالتوافق مع البيئة بدون اسراف ونحافظ على حقنا في جوزة الحياة بدون منمس حق الاجيال اللي جاية في انها تستفيد من حقها في ده شكرا لك منصمميت شكرا لك منصم عمر على المحاضرة الجميلة دي نشوف بعد اخير ان شاء الله ولو حد عنده اي سؤال تاني باشماندس محمد باشماندس محمد طيب تي سؤال يا باشماندس لسه جاي عندي سؤال نعرف زاربوت السولر تشيماني لأسف الحرف عملت السيف دي على الكمسول بس عاوز اعمل الانيرجي انالسي سيستم ده اعمل 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 السيف دي على البرنامج ووضحت انها فعلا السرعة شيمني شغيل كويس وكل حاجة والهوت يعمل الفلو بتاعها بانتظام وكل ده بس يعني تحسب بقى الانيرجي بتكون ازاي بتعامل ازاي وتبدأ تعمل لنموذج نموذج ممكن لو مش قادة تبني المبنى ده كامل ممكن تعمل لنموذج مصغر تشوف المتر المربع لو من غير سرعة شيمني استهلك اديه لو بالسرعة شيمني ووفر اديه وتقدر تعمل منه مثال يعني بتبدأ ان هو مثلا لو ووفر مثلا مية وخمسين اي او اي او استهلاك مثلا مية كيلو واط بقى كده بقى تمانين كيلو واط فيه بتوفر بالنسبة تقريبا الان عشرين في المية فنبدأ ممكن لو مش قادة تعمل البرنامج كامل او على المشروع كامل بسبب ما تقدر ان هي تعمل الى حد ما الحسابات دي تبقى مش دقيقة اوي بس تقدر نوصل بها لشكل قريب اه تمام طيب اه في سؤال برضو اه كان بيسأل اه حد عنده اه انا بحضر الماجستير موضوع رسالتي في البيم انتستانابلتي حاب اعرف ايه المراجعة المهمة لازم اقراها وارجع لها ايه كورسات اللازم اخدها ايه والله او اصلا يعني دكتور بشماندس عمر او قال ان فيه كتاب انا فعلا لما قريته ممتاز جدا في البيم وستانابلتي فده ممكن مارجع فيه فيه في الاخر تقريبا كان تقريبا موجودة بشماندس عمر كان فيه مراجع للهذاب مراجع جميلة جدا وفيه فيه مارجع اسمه هيتنج واليكولينج ايه ده برضو مارجع معها كميل جدا بس ده يتكلم عن انفارومنتال ديزاين مالوش علاقة بالبيم بس المرجع بشماندس عمر كان بيبعته كان جميل جدا مع علاقة البيم بال الانفارومنتال ديزاين والسستانابلتي زائد برضو ان المجال لسه عليهم تطوير كتير جدا فده بيبقى اجتهاد اكتر يعني بيبقى اجتهاد وكل يوم بيطور البرنامج بيطور نفسه يعني كان برضو زيما بشماندس 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 ياسر ده ما اتكلم قال ان ان الريبت عند مشكلة فهو بقى عند مشكلة في حتة قرية الريديون تنبريتشة وما بيقراش الريديون تنبريتشة اصلي فبالتالي مفيش نتاج ليه اكري فهو ده الفكرة فاحنا الريبت لسه مش اكري فاحنا بنحاول نسعى ان احنا نمشي بالوركي في الو بتاعي بس انا يعني انا اقول ان احنا مش هنقدر نحقق بالنتاج بتاعته انطلع على طول لا مش هنقدر نحقق احنا لازم نمشي بشوية كمان يعني لازم فيه لسه تطوير من برامج البيم زي قد من هما وفرونا للجي بي اكس ام هل عشان نقدر نستفيد منها بالتطبيق عشان برضو نستغل بالريبت هو برضو ده زكاء من اوتو ديسك ان هي وفرت لك نسيغة للجي بي اكس ام هل عشان ما تقولش انا خلاص مش هشتغل بالبيم لا اشتغل بالبيم مش قادر تاخد سرتيفائل روح على برامج تانية معمولة معتمدة من واشتغل عمه اه طيب اه فيه سؤال بيقول انا محتاج اعرف ايه 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 اعرف ايه للجي بي اكس ام هل عشان ندخله زي ان بلدر يعني ايه المعلومة اللي انا لازم احطها فقال بالجي بي اكس ام هل عشان نقدر سواطره اقل حاجة اقل حاجة عشان تستفيد من جي بي اكس ام هل هو ان ان انت تدخل لك المكونات 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 فانت لما بتيجي تعمل xport-jpxml بيقول لك هتعمل xport بال нужен пункة ولا بالرومز والبوليوم؟ هذا الانرورجي سيتنج معناها انت هتستخدم المateria اللي انت حطتها في الريفيت هتعمل معك xport طب لو اشتغلت بالروم والبوليوم معناها انت هتاخد بس الشكل الخريجي بتاع المبني عشان تتخل كوهو تبدأ ان انت هتحط الكل فراغ ال data بتاعته في ال design builder. طبعا ال design builder بردمج برضو فيه كم داتا كبيرة جدا تمان اكتر من يعني في فعلا يعني بيوصل لمرحلة محقظة جدا من كمية داتا ولا يمكن لمعمالي واحد معمالي فقط هو اللي يبلاها بتحتاج معاك الناس اللي بياتوا الاقسام كلهم الام اي بي معاك والكلام ده كله فلازم نشتغل عليه. فيعني على الا حاجة لازم تاخدها مجيبه اكسي الامان لو انت خلاص يعني خد لان بتاخد مجهود كبير جدا من اللي ان اتعملها على الريفت وسطلها للاقصام بلدر. وزم ما اوضحت المحاضرة ان هو هتلاقي خارق حتى جي بي اكس امال لا تغير. فدا استفادة يعني. هتاما ايه فيه يسأل برضو عباسقة الايه الفرق من الرومس والاسبيسيز? ممكن اكمل بس على نقطة جي بي اكس اي، جي بي اكس امال لنعمر. في نصيحة مهمة في موضوع الفايل الجي بي اكس امال إن انا علشان اخد الفايل واتنقل فيه على صوفتوير دانية لازم اراعي ان اخد اللي انا محتاجه فقط. عليه الفرش بتاعي ما اخدش الموديل اه وانا حاطت فيه اه شغل الدكور لو انا عامل شغل دكور لو الاندسكيب مالوش لازمة اه يعني ضروري ان يبقى عارفين ان الموديل بيبقى ثقيل وان البرامج التانية بتتعامل مع البرامترز الانفرمنت بس اه فبالتالي اخد المنموم من الانفرمنترز اللي انا عايزها اه ممكن اخد كوب من الموديل وابدأ افضل الحاجات اللي انا مش عايزها وبعدين اعمل له سيف اس جي بي اكس ام ال علشان ابدأ اصداره للصفر دي نقطة بس كنت هذا الشغل. صح صح فعلا ده حتى في ناس يا اه دكتور ياسر بتوصل ان هي حتى لو موجودة او اي حاجة موجودة بتعمل للموديل فاضي خالص وبتبقى بيستغلها كالجي بي اكس ام عشان ما يبقاش يعني حتى لو في كسرة في القوضة في الفراغ بيحاول يعدلها عشان لما تتحول بتبقى مزبوطة فعلا دون علمهم هم جيدا وفاصل الحضارك وسهي صح. مزبوط. بس خراحة يا جماعة المحاضرة كانت جميلة جدا باش مهندس وليد معك دكتور شايماء عشور. اهلا سهلا اهلا سهلا. اهلا ليك. اهلا يمكن ركزت اكتر في رسالتي على جزء الكود والكود الامريكي وان البرنامج بتاع انسايت تلتمية سبتين بيدعم الجزء بتاع الكود والناس كانت بتسأل هو الجزء ده معتمد او لا هذا بيسهل كتير جدا في الاعتماد لان من شروط الكود الامريكي انه هو يكون البرنامج المستخدم يكون مفاعل على كذا منطق حرارية او مناطق حرارية مختلفة. فبرنامج زي دوت يعني كبداية من اوتو ديسك انه اشتغل عليه برضو كانت حاجة كويسة. فاي اخطاء او اي حاجة هما بيتفادوها بعد كده او بيشتغلوا عليها بعد كده في البرامج وبيدي نتائج برضو متوازنة شوية يعني هي هي يعني واضحة ومتوازنة وقريبة ويدي اقتراحات تانية جديدة. بس بصراحة يعني محاضرة عارب يعني شاملة وكملة وكل بي وافية جدا يعني ما شاء الله. شكرا هذا اسم اسم ابني لانه هو كمان بيحضر محاضرات فلا تفاخدونا. المحاضرة ممتازة المحتوى جميل جدا وشامل وكامل وحتى المتحدث كلامه السلس وبيتدفق كامل المعلومات بطريقة كتير خلت المحاضرة فعلا دسمة لدرجة ما فيك تقتصح حتى ربع دقيقة من دوم ما تأثر على باقي المحاضرة. هاي بخصوص سؤالي انا بعرف انه الاوتو ديسك لما بتحط يدها في اي شيء فبتكمل فيه للاخر فامتا متوقع بانه الريفت بالانيرجي مودلينج يوصل لمستوى يعتمد عليه ويقدر كمان انه يجاري الديزاين بيلدر بينا انا على خبرتكن يعني. انا يعني كورده يعني خبرة من جال خبرتي انا شايف انه قريب جدا لان من 2017 ايام ما بدأت فيه كريفت انالسيس كان حتى هو بيعمل انيرجي مودلينج بشكل ريبورد كده لو كان حد يشتغل على 2017 كان بيطلعه بشكل ريبورد. بدأ انه يشمل حطة الكونسيبشل ديزاين ويطلع الانسايد فبالتالي هو تقريبا حتى بدأ يلغي البرامج اللي هي زي فزايا والكلام ده كله عشان يبدأ يركز على ان يبقى مجوز في الحتة لها فبالتالي انا بتهيائم حتى بدأ يزود حفة ونسبة التهوية في البراغات وبالتالي هو قريب جدا جدا يعني يبدأ ان هو يهتم بالموضوع ده ويبدأ ان هو يعتمد والفكرة في نسبة الخطأ يعني لماذا يعتمد هو تقريبا عشان نسبة الخطأ بتاعته اكبر مدزان بنده فهو اكيد قريب برضو اكيد في ناس طبعا يعني خبرة قريبة جدا من كشكل ممكن هي الجاوب يعني بس ده من مجال خبرية السرعة. شكرا. اه بشان سواليت في سؤال اناليس طالب اتخرى للسنة دي وان شاء الله مشروع ازاي استفاد من الكلام دوت وتعلمه ازاي وهل دلوقتي ولا بعد دين حاجات معينة. الاستراكشور بقيت شوية عن الاستراكشور بس وفي الحتة بس اللي هو يعني بنبقى ساعات محتاجين بتاع الاستراكشور عشان يعرف لنا طبعا زي والكلام ده كله ساعات هو طريقة البناء بتاعته يعني زي ما ستقوله ده حاجة مستدامة طبعا احنا عايزين نعرف الفصاص بتاعتي عشان نبدأ نعرفها ونبدأ نعرف بتاعته حتى في من ضمن الحاجات الاستدامة طريقة البناء ذات نفسه هل انت هتبني الطريقة مستدامة ولا هتعمل كتير وهتباوز الجو وهضطرها بالدنيا فهي هي اي نعم مجاله بلاي شوية في حال تريد بس لاغنا عنه لاغنا عنه حتى تفهم الماتيريا اللي معانا تفهم كل ده اه اه طب شان صليت كان فيه كان فيه برضو بعد يزنك باش نفس عمر في برضو كان فيه حاجة كان فيه برضو شد برضو كان عمل دراسة بيتكلم على ثلاثة انواع للستركشور سيستم و ايه السيو تيميشن كمية الكاربون اللي هتطلع وطريقة البناء والطريقة المستدامة و مقاومتها للحرارة وتأثيرها على الداخل فده كان برضو رسالة جميلة جدا من من مش مهندس كان اسمه مش مهندس طاهر تقريبا فكنت شفتها كانت جميلة جدا كان برضو كان مهندس مدني وكان عمل يعني مقارنة بين ثلاثة انواع مثل وكان بيقول كل نوع ايه الخصائص بتاعته الخصائص بتاعته الحرارة بتاثر ايه في الحرارة ايه وزائد اللي هو انبعاثات الكاربون ايه من ده فبالتالي ده بياثر في الاستدامة اكيد انبعاثات الكاربون ده كل مقلل ده كل ده ما ماثر معه امام شونت في اه ادنس اسمها ريفت كريدت منجر فرليد هل ابلكيشن ده معروف وبيطلع نتاج كويس او لا? بالصراحة ما عنديش معلومة عنها بالصراحة انا معرفش اجاز فيه حاجة تانية هو انا شغلت بيه هو بحاول يهيس هل انت هتقرب من الارقام دي ولا لا بس هو غير معتمد يعني انت لخط الارقام دي وبعتها للليد هو اوش محترف بيها هي الليد منزلة قايمة ببعض الجرامج زي بشان صور بيولت منه مثلا تزام بلدر وكذا مش منهم الريفت ولا منهم الادنسي دية مش محترف بيها سوا بيقولك اذا كنت انت قريب ولا لا يعني احنا في بعض الوقت بنعمل اسكادولات لنا عشان نعرف احنا مطبقين شروط الليد ولا لا اسكادولات ليها بس استفسار الاحراج كلمة باستفادة عن ال HVAC والdaylight بس احنا كنا نعرف ان بعض الامور الاخرى ليها points في الجرين فهل برضو ليها علاقة بالاستدامة او لا زي استخدام بعض اللمبات الموفرة زي T8 بدل T5 في اللمبات الفلورسينت معالجة المية تغزية بعض الاحمال الكهربائية من الفوتو سيلز اه ده برضو داخل في الاستدامة ولا ولا حرك بتكتمد على شكل المنشأ والشكل المعماري تفضل شوانت معاك لا 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 ده طبعا ده كل ده اللي اعتبر استدامة ده ده مما ده كل ده استدامة ده حتى في المشروع ده احنا يعني احنا نوعين ان شاء الله نعمل بي بي سيلز وكمان السعودية سمحت ان انت تزود اللي هو الانفراسكش بتاعة الكهرباء بتاعة البلدية ان انت تتدخب فيها بي بي سيلز فاحنا نوعين نعمل بي سيلز فده قبر استدامة والووتر شنسي والجري ووتر ريسايكل والكلام ده كله ده نوعين برضو اشتغل عليكم مبنى فده كله استدامة ده 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 اهم حاجة اهم حاجة بكلام ده وفي حق موشونس ياسر وصعود ورسالته من رسالة بتاعته من رسالة قوية جدا في موضوع الاستدامة يعني اتشرفت بقراءتها وبيقول لكم كما راجع انصح بقراءة نظام تقيمة الهرب الاخضر المصري ناس كثيرة طبعا انشاء له فيه ومنهم دكتور احمد راشد وده كان الموشف على المهندس ياسر هو عارب انه بتحكي ليه لانه انه الرسالة بتاعته كان اغلابها بتتكلم عن الليد ورسالة الدكتورال الدكتور راشد معشور كان بتتكلم عن البيم مع الاستدامة وكتلاها محاضرة موجودة معنا هنا في اماربيا وطبعا رسالة تاعت الموشونس ياسر مهمة جدا يعني يعني انا انصح انEN يسمع المحاضرة ويت進رج على المحاضرة تاعته الدكتورة اي ماء وبعد ان再 Martkea الهرب satisfied وانتت كلها قوية جدا يعني بسم الله ما شاء الله عمدها داتة وعلم لكن تضيع على ورات الجلا لعلمات Wojan았어요 اشتركوا لكم رابط الفيديوهات وهيبع عليها برضو الحاجة في التلفنشان سوريد وأتمنى أن تبلغ لسيبيان احنا حضرنا رابط الفيديوهات أكثر بمرة وجزيكم الله خيرا وإن شاء الله نكفر بحضرة طبعا ببكرة إن شاء الله شكرا لحضراتكم وشكرا على المحضرة الجميلة